اشتركوا في القناة 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 ودلوقتي دخل حتى السيدات وبنات بقى يتكلموا في الكرة وبيحللوا المباريات سواء في المباريات الأهلي أو الزمالج أو حتى المباريات منتخب مصر احنا في الأول وآخر احنا متواجدين هنا موجود في البرنامج احنا في الأول وآخر احنا بنكلم كرة وبنتعامل مع بعض كرة انا قاعد معكو دلوقتي قال والله انا مش مزيع يعني انا مش مزيع انا في الآخر بتشرف ان انا ابراهيم سعيد لعيب الكرة ممكن كلامي ممكن يزعع الناس كتير جدا بس في الآخر الكرة هي متعة الكرة هي اللي بتخلل فيه إصارة وفيه نغش وفيه ده الأهلواء بيصفوا على الزمالكوية الزمالكوية بيصفوا على هولئة ده هي ده الكرة هي ده المتعة دايما المنافسة اللي موجودة في الكرة هي متعة لما لو كده ما خلاص ما بقيتش كرة كانت بقت لعبة فردية زي ما فيه ألعاب فردية كتير جدا بس في الآخر كل الناس بتروح للكرة فإن شاء الله بإذن الله من يوم الجمعة احنا منتظرين فيديوهاتكو بعد المباراة على طول مباشرة ابعت لنا وجهة نظرك تحليلك للمباراة وجهة نظرك في التشكيل وجهة نظرك في المدرب لو الأهلي عندوا بعض المشاكل قولوا وجهة نظرك وهنعرضها هنا وبإذن الله كمان حتى في المباراة المصرية سواء للزمالك أو منتخب مصر وبإذن الله من خلال نجاح الفكرة دي هتستمر معنا في البرنامج بإذن الله بتوجودكم معنا وبمسنددكم وإن شاء الله دايما نكون عند حسن الزم يلا بينا نبدأ دربة البداية دربة البداية عندنا النهاردة هنتكلم عن قائمة الأهلي في كاس العالم الأندية على الفكرة فيها ناس كثيرة جدا نتكلمت على اللعبة اللي تم اختيارها واللعبة اللي استبعدت ويمكن أنا حابب أن أقول أسميهم يعني في حراسة المروة محمد الشناوي ومصطفى شبير وحمز علاء وعلي معلول وكريم الدباس ومحمد عبد المنعم أعتقد أن يعني إصابته خلاص يعتبر رجع يعني آه ممكن الكادمة دي دايما بتاخد ممكن من أسبوع العشر تام لأنه كان غايب المباراة اللي فاتت أمام ينجي أفريكانز ورجع وأكيد طبعا وجود محمد عبد المنعم في تواجده مع النادي الأهلي إضافة لأنه دفاع النادي الأهلي محتاجه بس أتمنى أنه هو يركز ودايما هتكلم على الجزئية دي مع محمد عبد المنعم لأنه من اللعبة الكويس ياسر إبراهيم رامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عفتاح خالد عفتاح رجع تاني في الاختيارات رغم أنه كان بعيده وكان فيه كلام كتير جدا عليه في الفترة الأخيرة أنه ممكن ميبقاش متواجد في يناير وأنا عايز أتكلم في نقطة على فكرة עלناس المستبعدة على فكرة ممكن الناس من الموجودة دي والأسماء اللي الموجودة دي ممكن في فترات ممكن تحس أن الناس كلها بتتكلم من هم مبقاش موجود بس البطولات اللي زي دي ممكن يأخد فرصة يغير الفكرة تماما يعني أنا ممكن كمدير فني شايف إن إبراهيم مثلا ماينفعش يبقى موجود معايا في يناير بس البطولات اللي زي دي لما بتشارك ممكن عفكرة تقلق وعندك أسماع كتيرة جدا كانت موجودة عملت شهرة في مبارات معاقل زي محمد ناجي جده مثلا مع منتخب مصر في عشرين عشرة محمد ناجي جده كان يعني مع احترامي كان لسه بادئ نزل في البطولة دي خد هدف البطولة وظهر وبعد كده انتقل للأهلي بعد كده عن طريق الأهلي راح الدوري الإنجليزي ولعب منتخب مصر فهي المبارات اللي زي دي يا جماعة تصنع النجوم فاللعيبة حتى اللي هي اللي ممكن تكون زعلانة انها ممكن شايفة ان فيه كلام كتير جدا احنا واحد من الناس كل الناس الاعلامين بيتكلموا في النقطة دي ان فيه لعيبة هتقعد في النادي الأهلي وفيه لعيبة هتمشي على فكرة اللي بيننا وبينك الملعب اللي بينك الملعب وبينك وبين الجمهور الملعب انت كويس هتبقى ليك تواجد مع النادي الأهلي مش كويس مش هيبقى ليك تواجد في الاخر انت اللي تقدر تستغل الفرصة وانت اللي تقدر ترد على كل الجمهور وترد على كل النقاد وترد علينا شخصين وترد على ناس كتيرة جدا من خلال توجودك في الملعب في لعيبة اسماء موجودة كلام كثير جدا يعلموا انه يمشي طيب ممكن في ثانية تشارك ووارد ان ممكن في ثانية تتقلق وتبقى مستمر في الاول اخر هترجعلك انت اكرم توفيق طبعا اكرم توفيق لسه راجع من اصابة وقدم مباريات بشكل كويس مباراتين برضو خلاني نتكلم ان الاصابة بتاعته السبق كانت صعبة يعني عشان يرجع تاني للمستوى اللي احنا عارفينه عن اكرم توفيق هياخد وقت يعني اتنين صليب يا جماعة برضو عشان الناس برضو الجمهور يعذر او حتى الجهاز الفني او حتى لان طبعا النادي الاهلي عليه ضغط في الفترة الاخيرة اتنين صليبي دي صعب جدا لأي لاعب اتنين صليبي يعني ممكن على فكرة فيه لعيبة كتيرة جدا واسمها كبيرة جدا بسبب الاصابة دي بطارة ايه يقولك دلوقتي فيه تطور في الطب وعمليات والكلام ده اه في الاول ااخر اه ممكن يرجع في فترة اسرع بس الاصابة دي بتبقى من اصعب اصابة لأي لعيب هي وطر اكيليس يعني حسن عبراب وحتى فيها وقت كتيرة جدا من جنة تعرض برضو للصليبي وبتاعت فترة فيه انا مش عايزة انسى اسماء بس اكرم توفيق من اللعبة الكويسة ومفيد للنادي الاهلي بس الحكم عليه في الفترة القصيرة دي صعب شوي عمر السليا طبعا عودته طبعا كان توجوده مع النادي الاهلي طبعا خبراته لا هيفرم على الاهلي اي لعيد دلوقتي عنده الخبرات ليه دور وعمر السليا اعتقد ان هو رجع في وقت في وقت كويس وقت مميز جدا لاني في الفترة الاخيرة كان قاله ديانج على فترات ممكن يلعب ماتش كويس وماتش وحش يعني في حالة كده في نص الملعب ما كانتش مستقرة في الفترة اللي فاتت مروانة عطية مش في مستوى فطبعا تواجد عمر السليا لا اضافة هيتقل هيتقل الفريق بخبراته وتواجده مع النادي الاهلي هيفرق بشكل كبير جدا في الاول اخر عيبة عايزة ايه يعني انت انت كالعيب دلوقتي انت رايح البطولة دي كمجرد ان انت مشارك في البطولة ولا انت عليك عبء جماهيري وعبء اعلامي وعبء حتى معناوي لان خلينا نتكلم ان في الفترة اللي فاتت يعني مستوى النادي الاهلي يزعل يمكن في مورات يانج افريكانز كان النادي الاهلي ظهر الى حد ما بشكل افضل بس طبعا ده عن طريق دارة ميستر كولر لان اللعيبة كانت معظمها قضيعة الفرص دي بقت شكل غير طبيعي النادي الاهلي هيشارك امام اتحاد جده مباراة انا اقول ان هي مباراة بطولة خاصة يعني بطولة خاصة ما بين فريقين كبار النادي الاهلي اسم كبير بطل افريقيا النادي الاتحاد جده من الاندية العريقة في الدور السعودي ومن الاندية الجماهيرية وفي مشاركات ما بين النادي الاهلي حصلت كتير جدا ان الاتحاد جده لا ليها متابعة ليها متابعة جماهيرية ليها متابعة اعلامية اللعيبة في الاول اخر هي مباراة نفسية في الآخر اللعيب اللي هيبقى مركز واللي هيبقى فعلا محترم الخصم التاعه مع احترامي للأسماء حتى اللي موجودة في اتحاد جد ممكن تكون أسماء قوية جدا وإحنا ممكن لعبنا النادي الأهلي لعب أصدق أندية كبيرة جدا بأسماء من أقوى لعبة العالم ومن أفضل لعب العالم يعني مثلا مباراة ريال مدريد في مباراة إيه إس روما أنا شاركت فيها كانت ما شاء الله الأسماء اللي موجودة أسماء تقيلة بس هي الروح هي التركيز بتاعك أنت عايز إيه أتمنى أن اللعيبة تكون البطولة دي بداية العودة لأن فعلا الفترة اللي فاتت مش ده مستوى النادي الأهلي وأتمنى أن مستر كولر حتى يركز في البطولة دي واللعيبة تركز لأن البطولة دي يعني فين وفين لما بتشارك فيها لأن في أسماء كثيرة جدا موجودة ممكن في فترة الفترة اللي جاي ما تبقاش موجود فيها مع النادي الأهلي طبعا أحمد نبيل كوكا وطهر محمد طهر حسين الشحات محمد مجد أفشا كريم فؤاد ومودست يعني مودست كان مصاب ورجع والله أنا واحد من الناس أتمنى وكل جمهور النادي الأهلي يتمنى يعني نفسنا نشوف مهاجم للنادي الأهلي مهاجم مميز نفسنا نشوف مهاجم يليق باسم النادي الأهلي يعني أنا هقولها كده يعني بشكل ودي وارد أن ممكن مودست يتقلق أنا أتمنى 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 وجمهور النادي الأولي أتمنى كل الناس أتمنى لأن فعلا واحد إحنا مفتقدين مهاجم مهاجم في مصر مفتقدين مهاجم في النادي الأهلي مفتقدين مهاجم يتقلق عليه مهاجم في نادي الزمالك ما بقاش فيه دلوقتي المهاجمين نتمنى أن مودست تكون دي بداية العودة عìnhınt من Después لأن بحقيقي لأن تضغط لienne اللي حصلت عليه في الفترة الأخيرة بالمستوى اللي إحنا شوفناه مش هو بس يمكن تواجده مع النادي الاهلي وارد ان مستر كولان ممكن يلعبه اساسي على فكرة وارد هل ممكن من خلال تواجد الجماهير لان برضو خلاني اتكلم هو جاي من من البوندزليجا جاي من فريق كبير جدا قاعدة جماهيرية الاستاذ دايما متقفل انا واحد من الناس بحب المباراة الجماهيرية انا واحد من الناس لما كنت بشوف الجمهور متقفل كده بحب بتقلق لما كنت بشوف العدد قليل يعني ممكن بزعل شوية هو ممكن يكون من نوعية دي فوارد انه ممكن لما يشوف التواجد الجماهيري سواء من جمهور النادي الاهلي اللي هيبقى متواجد في الاستاذ او جمهور اتحاد جده ممكن في اللحظة دي ممكن تلاقوا شخصية ولعب مختلف حقيقي فدي انا تشايف ان دا الاختبار الحقيقي لمودست سواء هيكمل مع النادي الاهلي او مش هيكمل محمود عبد المنعم كهرباء وبريست هاو انا نروح بقى للمستبعدين يعني المستبعدين فيه كلام كتير جدا عليهم والناس كتير جدا يعني اتكلمت في الموضوع دا يعني الايام اللي فاتت يعني السلاح محسن عبدالقادر يمكن انا حابب ان انا اتكلم على السلاح محسن وعبدالقادر برضا يعني هما الاتنين اللي حابب ان انا اتكلم عليهم اه وكلام كتير عليهم قوي وانا حابب ان انا اتكلم عليهم من الاخر السلاح محسن وعبدالقادر هما اللي حطوا نفسهم في الموقف دا يعني محدش يلوم ولا تلوم مستر كولر ولا تلوم مدير كورة اللي هو بتقل زي ما بتقل ايه اللي هو ما تلومش غير نفسك لوم نفسك يعني صلاح محسن واحمد عبدالقادر لوموا نفسوك وقعودوا كده فعلا اي حد كان بيتمنى ان هو يبقى مشارك في كاس العالم الاندي يعني تواجدك اصلا في القايمة او تواجدك حتى مع الفريق فدي بطولة حقيقي تواجدك مع الفريق دي بطولة لوحدها اسمك ان انت شاركت في كاس العالم الاندي بتضافلي تاريخك بتضافلي اسمك بتعلي من اسمك حتى لو سواء لعبتك اساسي او ما لعبتش بتضافلي اسمك فيه لعيبة كتير جدا شاركت مع النادي الاهلي ويمكن ما لعبتش بس تجي ما يجي يتكلم يقولك انا شاركت في كاس العالم الاندي فعبدالقادر وصلاح محسن مقلموا نفسوكو بقى كان صلاح محسن كان عندك الفرصة ان انت تعلن عن نفسك وتعلن عن شخصيتك وتبقى اساسي ومهاجم النادي الاهلي يعرف يعني انت مهاجم النادي الاهلي يعني يا ابني ده ده فيه اسماء لعيبة كانوا مهاجمين يعني لحد الوقت هم عايشين على اسمهم ان هو كان مهاجم النادي الاهلي وتقلقوا واحرزوا اهداف انت جتلك فرصة على طبق من دهب عرف يعني ايه طبق من دهب تبقى نجم مهاجم النادي الاهلي تبقى مهاجم النادي الاهلي اللي بتقال عليه اللي غايب عن النادي الاهلي بقاله سنين المهاجم ده مش موجود ممكن اخر مهاجم انا شفته كان كابتن عمد متعب يعني اخر مهاجم كان موجود في النادي الاهل اه قبليه كان فيلافيو حتى كان فيلافيو في الوقت ده كان موجود يعني انت عندك فرصة انت ده يعطاه خلص عبدالقادر خلص انت دخلت في مناوشات ونزلت باست وعملت مشكلة وعملت زي ما بيتقال كده دوشة حواليك خليت الناس كلها يعني ايه تبصلك وتركز معك اكتر فانت حتيت نفسك في موقف لا يحسد عليه بصراحة وكريستو ومصطفى مخلوف من القائمة بجانب ريدا سليم ريدا سليم طبعا يعني من اللعيبة الكويسة وبتمناله الشفاء ويرجع تاني ان شاء الله قريب ويرجع تاني لان من اللعيبة المحترمة ومن اللعيبة المميزة جدا مع النادي الاهلي واضافة للنادي الاهلي حقيقة محمود متولي وكريم ندفد للاصابة يعني انا يعني برضو حابب ان انا اتكلم على محمود متولي وندفد لان هم بصراحة من ساعة منذ انضمامهم للنادي الاهلي اصابات يعني محمود متولي يعني انا مشوفتوش تقريبا يعني ممكن يكون لعب خمس ستة مطشات في الموسم كلهم سواء من منذ انضمامهم للنادي الاهلي اقول لكم على حاجة عشر مطشات فده مش معدل برضو يعني اصاباته كتيرة جدا وانا من وجهة ناظر يعني ان الاصابات الكتيرة جدا دي بتبقى يعني مشكلة عضلية مشكلة تأسيس مشكلة في البنيان الجسمان بتاعه مشكلة ان هو ممكن ما بيتحملش ما بيتحملش الضغط يا جماعة اخدوا بالكم ممكن لعيب يتصب بسبب الضغط الجماهيري ممكن يبقى مضغوط بسبب ان عليه ضغط نفسي ومعناوي مثلا من ادارة الاهلي او من الجماهير او من حتى الاعلام فانا شايف ان متولي وكريم ندفت حتى انا كريم ندفت حتى ما شفتوش تأسيمة يعني ما منزلش حتى عشر دقايق يعني برضو يعني اللعب ماتش الجونة وخرج يعني برضو ده مش مكياس انت رجعت لعيبة ومحمود متولي برضو موجود اه ممكن يكون لعيبك هايس بس اصاباته كتيرة جدا النادي الاهلي مش مستفاد منه حقيقي يعني اه هايز اروح حاجة مهمة جدا برضو اتكلم فيها بخصوص ان انا اتكلمت على عبدالد وهي مفاوضات الزمالك مع احمد عبدالد يعني بنسبة كبيرة جدا بعد المناوشات اللي حصلت دي وانا مقلتش يعني ان حتى بقولها ان عبدالد ما يلومش غير نفسه لانه هو دخل نفسه في المشكلة دي عافك يا من اللعيبة اللي بحبها جد ومن اللعيبة المميزة جد ومن اللعيبة المهارية جد بس هو دخل نفسه في ازمة يعني اه يعني ملاش لازمة زي ما بيت قيل يعني ازمة ملاش لازمة انت كنت ماشي كويس اه مغارد ان انت ممكن تبقى احتياطي ملعبتش تتعصب بس في اللي هو الاخر ملعب ملعب هو الملعب هو اللي يخليك قوي الملعب هو اللي يخليك الناس كلها تسندق الملعب هو اللي يخلي الجمهور يطالب ويدغط سواء على الجهاز الفني او حتى يعني يطغط جمهورين على فكرة ده فكرة دي حاجة على مدار التاريخ سواء في الاهلي او في الزمالك فيه ضغط جمهوري على مشاركة لعب بتقدر توصل انه بتخلي حتى لو المدير الفني مش طيقك انا ناسف انها بتكلم كده يعني لو مش طيقك من ضغط الجمهوري وباداءك جوه الملعب غصبا عنه هيلعبك يعني غصبا عنه هيخليك تلعب لانك انت لعب كويس لعب مميز المناشات اللي حصلت دي عبدالقادر انت خرجت نفسك برا وحتى لما جيت تبتدي تشارك انت نازل عايز تثبت وجودك وعايز تعمل كل حاجة في الكرة تلاقي الكرة تلغبط فيك يعني انا يعني انا بتكلم كالعب كورة بيتقال عليها كده انت عارف يعني اعملت تعمل كده تعمل كده تلغبط وتقوم راجعة ورا وتلاقي نفسك باحتوى على وشك وتلاقي نفسك مش مشة معاك لانك انت عايز تثبت وجودك بس اللعب الكويس هو اللي وصك في نفسه اللعب الكويس هو اللي يقدر يتحكم انت شايف ان فيه ضغط انت عايز تعمل كل حاجة في كرة عايز ترقص حتى يمكن في مبارات سانداونز ده ما نزلت عايز ترقص وعايز تعمل تلعبك في رجليك تيجي تعدي تيجي تباسط ومواقع تيجي يعني حاول بتحاول تختارك بتلاقي مش مشة معاك فانت صعبتها على نفسك عشان كده انت ابتديت حطيت نفسك في موقف يعني انا كنت واحد من الناس كنت هتمنى ان انت تبقى موجود في النادي القلي لاني توجودك في النادي القلي هيفيد بس انت بعدت نفسك فطبعا فيه كلام على ان عبدالقادر انه مش هيبقى موجود ومارسل كولر او ميستر كولر طلب برحيله عن النادي الاهلي في يناير بيتقلل ان اللعب غير ملتزم وكولر يالا منذ ذلك الموسم الحالي عندما تأخر عن فترة الاعداد بسبب زراعة الشعر مش عايف اقول ايه يعني بسرعة زراعة شعر ايه يعني مش وقته يعني مش وقت زراعة شعر دولهاتي برضو خد بالك انت بص يعني اولا زراعة الشعر دي عامل اللي انت عايزه ده حرية شخصية تزرع شعرك تسبخ شعرك تعمل شعرك سبايكي او توقف شعرك تعمل اللي انت عايز دي حرية شخصية بس ازولك حاجة انت لو انت لو لو ماشي كويس كلام ده مش هيطلق يعني الكلام ده ما هو بس ما هو ايه منت عشان فيه مشاكل ما بينك دخلت ما بينك وما بيستر كولر فابتدى خلاص يبص سلق يعني انا انا اول مرة في انت زراعة شعر او عملت عملية زراعة شعر انا انا مال يعني والله انا انا ما عرفتش الموضوع ده غير من التصريح ده او من الكلام اللي تقال ده حقك اعمل تزرع شعرك تعمل اللي انت عايزه براحتك دي حريةك الشخصية مليش دخل بيه بس هو مش زراعة شعر اوه جماعة يعني فيش زراعة شعر او الحاجة من راجل زي الفل اوه ممكن كن بيفكر بس دي حرية شخصية اعمل اللي انت عايزه مالهاش علاقة يعني بس انت خليت ان مدير فاني يتكلم يقولك تأخرت مسلا بسبب بسبب الموضوع ده رغم ان هي حرية شخصية تعمل اللي انت عايزه دي حريةك الشخصية يا اه واللعب ايضا دخل في خلافات مع كولر اقسم من مرة اخيرا عجب مباراة الهلال السوداني في دورة ابطال افريقيا ثم قدم اعتذار فعلا دي حياة حصل مشده وبعد كده اعتذارت وبعد كده فيه فيه غرامة مليئة دايما ان انا بتكلم انه ورد عفاكرة يا جماعة برضو عشان ما نجيش على العبدالقاتل ورد ان العيد دايما ممكن يبقى فيه خلاف ما بينه وما بينه المدير الفاني ده شي طبيعي ده في يعني افضل عيب العالم ونجوم العالم بيحصل دايما خلاف ما بينه وما بينه المدير الفاني خلاص يعني انت انت عملت غرامة عليه وطبقتها ده حق خلاص يعني بعد كده انه هو طلب الرحيل هي دي بقى النقطة اللي حصلت ويمكن دي اللي خلت الموضوع يتضاعف شوية وابتدى يكبر انه هو طلب انه هو يمشي وحتى كانت موجودة واحنا اتكلمنا عليه في اكتر من كذا مرة بسخابة بالموضوع ده فطبعا ابتدى الموضوع خلاص يتقفل يعني تقفلت زي الدمانة زي ما بيتقى فهو كانت ممكن الامور دي تتحل لو انت اداءت جوال ملعب بشكل كويس وبشكل مميز كانت كل المشاكل دي تتحل وفيه كلام بقى انه هو رايح هالدور القطري طبعا تلاقيك كلام كثير جدا في الفترة دي يعني انه خلاص يعني ابتدى دلوقتي انه خلاص مستر كوية طلب ان انت تمشي وفيه وارد ان انت تروح قطر تروح لسعودية ايا كان العرض اللي هيجي وفيه كلام انه بيتقال يعني فيه جس نبض على عبدالقادر انه هو هيروح الزمالك واللعب يرغب فالرحيل الدور السعودي او القطري حتى لانها يوجد عرض رسم وارد على فكرة انه ممكن يبقى فيه كلام من نادي الزمالك مع عبدالقادر او فيه مفاوضات لانه فيه كلام ترامى الفترة اللي فاتت من ادارة نادي الزمالك او من بعض المسؤولين في نادي الزمالك او انه فيه اسمه اسم كبير جدا هيبقى موجود في نادي الزمالك في الفترة اللي جاي هل ممكن يكون عبدالقادر في برضو كلام على محمد شريف هل ممكن يكون محمد شريف هو صفقة نادي الزمالك ده اللي هنشوفه في الفترة اللي جاية وفي الاول اخر خلص هي رغبة ميستر كولر ان احمد عبدالقادر مباش موجود واحمد عبدالقادر هو اللي ساعد ميستر كولر ان هو يتخذ القرار برحيله يعني خسارة حقيقي بجد يعني رحيل عبدالقادر من نادي الآله هيبقى خسارة يعني خسارة لانه لعيب كويس من النوعية اللعبة ده يا جماعة صعب ان انت اتعوضها بتمناله التوفيق بتمناله ان الفترة اللي جاية عبدالقادر يكون موفق في اختياره وفي الاول اخر هو اللعب كويس برضو عشان نديله حقه يعني وهنا انتهت يعني فقرة دربة البداية نروح فاصل وانتظرونا ونرجع على فقرة فلاش عدو اهلا وسهلا بحضر لكم مرة تانية ورجعنا لكم في فقرة فلاش عدو اه بصراحة احابب ان انا اتكلم على موضوع ويمكن فقرة فلاش عدو دي بالنسبة لي يعني الاحداث اللي موجودة اه طبعا النادي الاهلي بيكرر التفاوض مع احمد ياسر ريان وعودته للاهلي مرة اخر ورحيل اه صلاح محصن يعني فيه مفاجأة بالنسبة على فاك يمكن احمد ياسر ريان من لعيبة المميزة جدا ومن لعيبة الناس كثيرة جدا تبعتهم ومكن انا شايف ان هو مخدش مخدش يعني مخدش الفرصة في النادي الاهلي يعني انا تبعته في الجونة كان بصراحة في مباريات كثيرة جدا كان متقلق وبعد كده فيه بعض الفيديوهات انا كنت بتبعها لاني كنت متابع زي زي اي حد يعني كنت بشوفه متقلق في تركيا معنا دي وبعد كده رجع اه على سيراميكا تقلق مع سربيكا ابتدى النادي الاهلي يفكر عشان فيه ناس كثيرة جدا بتتكلم في الحتة دي اه يعني انتم مشيته وجبته ومشيته وجبته في الاول اخر ليه ما نبصلهاش ان هو يعني اخد الخبرات ليه ما نخدهاش ان هو ابتدى زي ما بيتقال كده يبقى ليه تقلق في الملم كان محتاج ان هو يبقى متواجد كان محتاج انه ممكن بيشارك مع النادي الاهلي كان بيشارك مع مع انديته متواجد لانه ورد ان كان ممكن يبقى في النادي الاهلي ممكن كان فيه فترة كان موجود في النادي الاهلي وما خدش الفرصة بتاعته ما كانش بيشارك بس تواجده حتى في انتقالاته في الجونة وفي تركيا وحتى مع سيراميكا وكلباطرة ابتدى يتقل ابتدى بقليل خبرات جوه الملعب النادي الاهلي برضو دايما خدوا بالكو خصوصا مع مع ولادي النادي الاهلي يعني يعني ممكن يبقوا عارفين ان هو لعب كويس بس شايف ان التوقيت ده مش الوقت بتاعه وارد انه ممكن يروح في النادي تاني يطالق بس دايما هتلاقوا العين هتبقى موجودة عليه او متابعينه او في بعض الناس موجودة اللي في النادي الاهلي سواء في مجلس ادارة او في ادارة الكورة او حتى لعيبة قدامة هتلاقوا بيتابعوه وهو ده اللي حصل مع الوقت في ظل الظروف اللي موجودة في الفترة الاخيرة ابتدى النادي الاهلي يفكر وانا مش ضد ده بس هل هل ان احمد ياسر ران لما يرجع النادي الاهلي هياخد الفرصة كاملة ولا مش هياخد الفرصة هي دي بقى النقطة اللي انا طبعا في الاول اخر هي هتعتمد على رؤية الجهاز الفني وعلى المدير الفني خلاني نتكلم ان هو لعيب كويس انا هقول ها هو لعيب كويس بس هل من ضمن الترتبات ان بعد لما يرجع احمد ياسر ران هيلعب اساسي وهيبقى ليه دور حتى مش بقول ان هو هيجي يلعب اساسي على طول لان فيه امثلة كتيرة جدا انضمت زي مثلا شدي حسين سلاح محسن اهو اسماء انا مش عايزة كريم ندفد رجع في الاخر ما تقلقش مع النادي الاهلي او ما قداش بشكل كويس مع النادي الاهلي هل احمد ياسر ران هياخد الفرصة كاملة هل هياخد الفرصة بتاعته على حتى يعني في المشاركات هياخد الوقت بتاعه لان كنت مش هينفع تحكم عليه غير بمشاركته مع النادي الاهلي باستمراريه لان فيه كلام طبعا ان خلاص يعني النادي الاهلي اتفق بشكل كبير جدا مع سيراميكا كلباترا في الشراء واستعدت اللاعب احمد ياسر ريام مقابل صلاح محسن الذي خرج من حسابات مارسل كولا ويرغب النادي الاهلي في بيع اللاعب صلاح محسن مقابل حصوله على خدمات احمد ياسر ريام ده كلام حلو يعني كلام حلو النادي الاهلي بيفكر في حاجة زي كده بس هل هيبقى لي دور هو دي بقى الهام خطالما ان انت اخترت العيد ومحتاجه ان هو يرجع تاني ده بقى الفرصة كاملة لازم يبقى لازم يبتدي يتقلم بسرعة لازم يبتدي يتمرن كويس خلينا نتكلم يا جماعة ان توجدك مع اي نادي تدريبات مختلفة تماما عن تدريباتك مع النادي الاهلي تدريباتك مختلفة مع نادي الزمالك هي الاندية الجماهيرية والاندية الكبيرة المستوى نفسه في التدريبات والفكر حتى والضغط الاعلام والضغط الجماهيري مختلف عن اي نادي تاني هل احمد ياسر راين برضو مجهز نفسه ان هو لما يرجع النادي الاهلي هيقدر يتحمل الضغط لان برضو ناس كثيرة جدا هتبقى بصاله هتشوفوا هل هو صفقة نجحة ولا صفقة هتبقى زيه زي اللي انضم قبل كده للنادي الاهلي وفي الاخر مشي فالاهلي مبدئيا بشكل كبير جدا وافق على رحيل كريم ندفد وخالد عفتاح برضو خالد عفتاح اخدوا بالك وممكن يشارك مع نادي الاهلي وتقالك مقابل ضم عمر كمال عبد الواحد والاعلام بعد كاس العالم الاندي انا والله واحد من الناس باتمنى ان موضوع عمر كمال عبد الواحد ده ينتهي بقى يتقفل لان فيه ناس كثيرة جدا بتتكلم حتى لدرجة ان بقى لهم اسبوعين عمين يتكلموا في موضوع عمر كمال عبد الواحد ما عندهمش غيره فانا اتمنى ان الموضوع ده تقفل عشان خلاص القصة بقت منتشرة زي موضوع فتوح برضو انتشر في فترة كتيرة جدا خلاص كل حاجة اللي هي الوقت بتاعها لان الكلام على عمر كمال عبد الواحد كلام كتير جدا عليه ويعني الموضوع بقى يعني بقى كتير فاتمنى ان خلاص انا مبسوط ان الموضوع ده انتعشان نفل القصة بتاعت عمر كمال عبد الواحد ويتقال من خلال مصادرنا انه فيه كلام ان بعد المحبين للزمالك او بعد المتواجدين في ادارة نادي الزمالك ابتدى يبقى فيه مفاوضات مع كابتن كمال عبد الواحد وخلاص هو الولد خد قرار ان هو هيبقى متواجد في النادي الاهلي او خلاص بشكل رسمي عمر كمال عبد الواحد انضم النادي الاهلي اولا مبروك لي وهو من اللعبة الكويسة لان كان فيه اختلافات كتير جدا على العمر وعلى السن بس النادي الاهلي محتاج برضو في وقت في وقت زي محتاج لعيب كويس محتاج لعيب كويسة محتاج لعيب عندها الامكانات محتاج لعيب عندها الخبرات ما انت ما يفعلش تنزل بمعدل السن مرة واحدة ما انت كده هتوقع الفرقة فلازم يبقى فيه حد يشيل معك لازم يبقى فيه حد اسم تقيل جوه الملعب لازم يبقى فيه حد عنده الخبرات عمر كمال عبدالواحد من لعبة الكويسة من لعبة المميزة تقدر تستعين به في اكتر من كذا مركز لعب شوكر زي ما بيتقال فخلاص كده بالنسبة لنا عمر كمال عبدالواحد هينتقل للناد الاهلي والاعلان ان شاء الله بعد كاس العالم للان داي وفيه برضو وافق الناد الاهلي على كل من خالد عبدالفتاح الزر الايمن وكريم ندفت لعب الوسط لفريق مدرن في يوتشر من اجل ده مع عمر كمال عبدالواحد وخلاص يعني عمر كمال عبدالواحد خلاص انها كل شيء وتم التعاقد ورفض خلاص يعني خلاص رفض ان هو يبقى ينتقل للزمالك وخلاص كده انتهاء رسمي فيه كلام برضو على على محمد الشناوي لان انا عارف ان ممكن التوقيت مش وقته بس ده كلام من خلال مصادرنا ان فيه كلام من نادي ضمق السعودي على يعني الكلام مع محمد الشناوي فيه بعض الوسطاء تتكلموا مع الشناوي ان هو ينضم الدور السعودي مع نادي ضمق يعني فبصراحة الشناوي تعمل باحترافية وخلاني نتكلم برضو ان هو مش عايز يخسر النادي الاهلي ولا عايز يخسر جمهور النادي الاهلي او اضافة للنادي الاهلي وحقق بطولات مع النادي الاهلي وحارس كبير وشال النادي الاهلي في اوقات كتيرة جدا صعبة اه وارد على فكرة حارس المرمى ممكن اوقات كتيرة جدا بس هنا فيش حارس مرمى ما بيخطأش يعني بس الشناوي من خلال تواجده مع النادي الاهلي لا هو شال النادي في اوقات كتيرة جدا شاله كتير قوي وفي اوقات كتيرة جدا كان الفريق مش في حالته الشناوي كان هو الحائط الصد بصراحة كان هو اللي بيفوق الفرق بصراحة اتكلم معاهم يقول لهم ان لو فيه اي تفاوض فهو عن طريق النادي الاهلي ودي حاجة تحسب للشنوي ويحترم عليها لان هو برضو في الاول اخر تواجده في النادي الاهلي قيمة كبيرة وبيحترم تاريخه مع نادي الاهلي في الاول اخر انا من وجهة نظر الشخصية ان ممكن تبتدي الادارة او بمجلس الادارة او حتى الجهاز الفني ان ممكن يبتدي فكر على الموسم الجديد دلوقتي انا بقول لكم صعب جدا ان الشنوي يمشي يعني موضوع انتقالات يناير دي صعب جدا رغم ان هو هيشارك مع المنتخب وارد انه ممكن العروض تنهل عليه بس انا بقول له على مسئولات الشخصية ان الاهلي من خلال بقى انا واحد تربيت في النادي الاهلي استحق لنادي الاهلي يفكر دلوقتي برحيل الشنوي في يناير لان خصوصا النادي الاهلي عنده بطولة بطولة افريقيا بطولة مهمة وكاس العالم الاندية اهو انا بتكلم على بعدك عشان بس الناس بتقول لي وكاس العامل يعني الشنوي مكمل مع النادي الاهلي لنهاية الموسم بعد الموسم ممكن ورد على فكر ان الشنوي ممكن يروح الدور السعودي يروح الدور القطري بس انا يعني من خلال محبتي لي او متابعتي لي فالشنوي تواجده في الدور السعودي فهو حاجة تحسب ليه يعني وحتى برضو حاجة يعني برضو هيبقى متواجد متواجد في حتة جماهرية متابعة حتى اعلامية لان اللعيب لما يبقى موجود في نادي كبير ويروح مع احترامي لدوري ممكن ميبقاش فيه المتابعة عليه فممكن ورد انه ممكن المستوى بتاعه يهتزف فهاش الان هو اكيد عايز يكمل وعايز يعمل عدد مباريات كتيرة جدا وعايز يتقلق كل تجربة جديدة عليه فانا بقول لو النادي الاهلي بيفكر فهيفكر الموسم الجاي في رحيل الشناوي رغم الاصابات المتكررة الاهلي يرفض رحيل محمود متول انا لا تعليق يعني ما عرفش يعني ما ماشي ما يعني ايه الاستفادة برضو يعني يعني ماشي ما هو ما بقولوني انه كولر بيحبه ماشي ما لاش علاقة ما انا بحب انا بدلوقتي كمدير فن بحب لعب مشي بس اللعب ما مش موجود فممكن ممكن استعين بناشئ ممكن استعين بلعب صغير ممكن استعين بلاعب تاني ممكن اودي مثلا اعارة لو انت مقتنع به ممكن تودي اعارة زي ما بيحصل تودي اعارة ولما يبقى كويس ويبتدي يبعد عن الاصابات رجعه تاني بس انت دلوقتي خلاني اتكلم ان الحتة الدفاعية عند النادي الاهلي فيها مشاكل كتير او فانت زي ما بيتقال كده خصوصا كمان بعد الكلام على رحيل خالد عفتاح وفيه كلام برضو على يعني في ظل المستوى اللي احنا بنشوفه الرم ربيعة وياسر ابراهيم برضو في ايه مستوى متزبزب لانك انت الفترة اللي جاية النادي الاهلي هيلعب قصات فرق كبيرة جماعة مستوى مختلف وعفكرة يونج افريكانز من اله كان الحتة الهجومية عندهم كانت مميزة قوي في نص الملعب كان عندهم مميزين جدا رغم انهم ما عندهمش الخبرات بس في الوقت ده حصل خلخلة زي ما بيتقال حصل مشاكل كتير جدا في الحتة الدفاعية عند النادي الاهلي فهل النادي الاهلي لازم يحل المشكلة الدفاعية لانك انت عندك دلوقتي لما عبد المنعم بيغيب دفاع النادي الاهلي بيتكشف حقيقي محمد عبد المنعم توجوده مع النادي الاهلي هو تقل لما عبد المنعم بيغيب المستوى الدفاع بيتكشف زي ما بيتقال كده خصوصا كمان في ظل مستوى عالي معلول ومحمد هاني فانت بتلعب ما عندكش دفاع فلازم تجيب البديل لانك انت الحتة الدفاعية دي اهم حاجة عندك هي الجزء الدفاعي هو اللي بيجيب بطولة الحتة الدفاعية هي اللي بتخليك تبقى خصم قوي فمعرفش يعني انا لا تعليق على موضوع متولي بصراحة ان هو يبقى متواجد لان انا من خلال متابعتي للنادي الاهلي منذ انضمامه مشوفتوش عمل اضافة للنادي الاهلي يعني مشوفتوش مستمر انا دايما لما باجه اتكلم يا جماعة بتكلم على لعيب مستمر انا ما بحبش اللعيب اللي دايما اللي يلعب ماتشين ويغيب يلعب باربع ماتشات ويغيب خلاص هو عنده ممكن تكون عنده اصابة مشكلة بس كده انت بتخسر لعيب تاني ممكن تستفاد بيه الاهلي النادي الاهلي عنده المرحلة اللي جاية مرحلة صعبة مدفع فرقيل اخبت مرس الكولاستمرو خلال مرحلة مقبلة ورية ان نستطيع الشفاء والله ما عرفش يعني يعني هو مهولة تاني يعني هو بيشايف ان مستر كولا شايف ان هو هيستعيد الشفاء خلاص يا جماعة هو حتى اكتر من كذا مرة كان مصاب ورجع وتصاب تاني وبعت يعني هي بتبقى اكيد مستر كولا يعني مفروض ان هو يعني عنده الخبرات هو بيبقى ممكن يعني حاجة في العضلة ممكن يكون عنده مشكلة عضلية ممكن عنده مشكلة ان ما ما عندهش تحمل القوة يقدر يستحمله ما عندهش تحمل الضغط الجماهيري في حاجة كتيرة جدا بتبقى معنوية ونفسها للعب جوا الملعب ممكن تخليه انا ممكن لما لاقي الجمهور ضغط علي انا ممكن اتعور رغم انه ممكن يكون البنيانة العضلة بتاعي او البنيانة الجسمانة بتاعي يبقى قوي وهارد انه ممكن يكون بسبب الجزئية دي انه هو العضلة بتاعته ضعيفة ما عندهش الحتة اللي هي القوة اللي يقدر يتحمل فيها جوا الملعب في الاول اخر دي وجه اتنظر وفي الاخر مستر كولا هو اللي بيتحاسب على الحاجات دي في حل ازمة القيد مع سبورتنج لشبونه برضو الزمالك بصراحة عنده ازمة كبيرة جدا وDI يعني عشان النار نستوى تعتبر ازمة بالها سنين مشكلة نادي الزمالك مع سبورتنج لشبونه انت بتكلمه يا جماعة المشكلة دي بالها بتاعي سبع سنين او تمان سنين ومكانش حد مهتم بيها وهي مشكلت شكبالة مع نادي سبورتنج لشبونه بسبب الغرامة اللي موجودة ونادي الزمالك كان مش مهتم ونادي سبوردينجلش بونا كان بالنسبة له كان بيقدم شكاوي وفيه شكاوة عملت وفيه ناس راحت وفيه ناس ما راحتش في الاخر جيه عليك غرامة كبيرة جدا وهي دي يعني وقفت قيده وعطلت نادي الزمالك حتى في الصفقات عطلت نادي الزمالك حتى في بيع اللعيبة واستعارة لعيبة ورجوع لعيبة او مشاين اللعيبة حاجات ما اخرت نادي الزمالك وخلاص ادارة نادي الزمالك يعني قررت خلاص بشكل رسمي انه ما فيش حد هيتبيع طب هل بعد القرار ده يعني بعد القرار اللي انا بقرارها دلوقتي حاليا هل طالما يعني نادي الزمالك او ديارات نادي الزمالك انها مش هتبيع حد هل كده لسه ازمة القيد لسه موجودة دي برضو هتظهر في الفترة اللي جال ان في دلوقتي موضوع القيد ده شغل الجماهير لان برضو خلاني اتكلم نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اللعبة محتاجها صفقات محتاج دعم محتاج لعيبة تضيف لك محتاج لعيبة تفرق معك في الفترة اللي جاي طبعا نادي الزمالك يعني الادارة متخوفة ان المفاوضات دي تفشل مع سبورتج لشبونا وتدخل على فكرة مستر فنجادا يعني ده من خلال تواصله معنا يعني ان مستر فنجادا نادي الزمالك او دارة نادي الزمالك تكلمت معنا هو يخش يعني كوسيط ما بين سبورتج لشبونا وهو اعدهم ان المشكلة هتتحل في الاول اخر من خلال وجهة نظري يعني ان انت تسيب نادي باسم برضو خلاني الكلمة جماعة سبورتنجلشبونة من الاسماء الاندال تقيلة يعني الاندال كبيرة ان انت سبع سنين محدش بيتعامل معاهم او حتى مفيش تفوض ما بينه بمبعد طبيعي انا كنادي كبيرة هحاول ان انا هرد يعني هرد الاعتبار ان انت ما عملتليش اعتبار يعني او ما تفوضتش معايا وارد ان مستر فنجادة ممكن من خلال تواصل معايا او ممكن من خلال علاقاته ممكن نشوف الفترة اللي جاية ان الازمة تحلت وده اللي احنا بنتمنع فيك عايزين نادي الزمالك يرجع تاني وعايزين يبقى فيه صفقات ونشوفه نفسه عايزين نادي الزمالك يرجع تاني واتمنى الازمة دي تخلص ومستر فنجادة خلاص تدخل كوسيت وفيه بيقول ان لا يوجد مفاوضات بين الزمالك وكيروش اللي زي راحل عن تدريب منتخب قطر يعني هو مستر كيروش لسه اللي هرده راحل طبعا منتخب قطر وارد خدوا بالكو الفترة اللي جاية هتلاقي فيه كلام انا واحد من ناس مش هقوله على مفاوضات حصلت بالفعل او مفاوضات حصلت مع بعض المداربين غير لما بقى متأكد مية في المية يعني الناس كتير اتكلمت على موضوع كيروش ده انا ما اعتقدش ان ممكن نادي الزمالك يفكر حالين في كيروش لان عندك مشاكل في القيد وعندك مشاكل وازمة وازمة مدامش هتقدر على المرتب بتاعه فمنتخب قطر يعني يشوفه كان ما شاء الله يعني قوة شرائية وكان فيه مبلغ اكيد مبلغ كبير حصل على اهان نادي الزمالك هيقدر يسدد الراتب بتاع مستر كيروش اعتقد برضو دي ازمة من ضمن الازمات اللي نادي الزمالك ممكن يباد اهم حاجة في كل ده اول حاجة نادي الزمالك لازم يحلها هي حل ازمة الكيد دي لازم اول حاجة دي اول حاجة بالنسبة لنادي الزمالك عشان تبتدت فوق وتبتدي تشوف مين اللعيب اللي انت عايز تجيبه اللعيب اللي عايز تمشي اما تقول ما احنا عمين رايحين جايين كده في الاخر نادي الزمالك مفيش خطوات هتحصل غير بعد حل ازمة الكيد اه وهنا انتهت طبعا فقرة فلاش عالدوري نروح لفقرة نروح لفقرة تيفي سوشال ونرجع لكم انتظرونا فقرة تيفي سوشال يعني من الفقرات اللي انا اللي بحب دايما اتابعها على السوشال ميديا وطبعا فريق العداد بصراحة وفريق العمل معي بيحب يجيب لي الحاجات كده التسريحات اللي هي الجميلة وعفكرة والله مع احترامي طبعا الاسماء اللي انا هتكلم فيها الحلقات اللي جاية حلقة بكرة او حلقة بداحة حتى الاسبوع جاية وعلى حتى مدر تواجدنا في البرنامج ان شاء الله يعني انا دايما لما بتكلم على فكرة بحس نفس ان انا بتكلم مع معكبات بتوعي عشان برضو ما حدش يزعل ويبتدي برضو الجمهور يدخل في حتة ان انت اصلي في مشكلة ما بينك وبين فلان والله خالص بالعكس هم معكبات بتوعي وبحترامهم ولما بعلقوا على فكرة واي حد عايز يعلق على تصريحاتي او يتكلم اهلونا سهلا بي انا انا ولا تصفيت حسنتي هو يا فكرة انا عاملها للرد احد تاني او اي من النجوم اللي انا هتكلم عليهم في تصريحاتهم عايز يرد علي عايز يعمل مداخلة البرنامج مفتوح عايز يرد علي من خلال تصريحاته في اي مكان على دماغي من فوقها ومجرد في الاخر يا جماعة الاسماء اللي انا بتكلم عليهم هم الكبات بتوعي وبحترمهم في الاخر هي كورة مش مواسود منها حاجة وطول ما انا متواجد انا بتشرف طبعا انا عمري ما هقل من حد او عمري ان انا هسخر من حد انا في نفس انا زي ما كنتي قاعد كده معكب تاني وبتناقش معك زي ما انت قاعد مع اصحابك بتقعد مع اصحابك كده بتختلف لأ دماغي من كبابفود يلعب يعني انت بتفهمش حاجة لا انت بتعرفش حاجة فده عادي في الاول اخر دي كورة فطبعا فكر تيفي سوشا يعني هستطد كده التصريحات اللي انا بقى شايف ان هي ممكن تكون غريبة شوية هنخش على كابتن محمود أبو الدعب يعني كابتن محمود أبو الدعب من كابتيني طبعا انا عفكة وهو اخ كبير بالنسبة لي كابتن محمود أبو الدعب قال هناك علامة استفهام على امام عشور فهو لم يقدم الاداء المنتظر مع الاهلي حتى الان رغم الدقة التي احدثها والمقابل المادة الكبيرة الذي يحصل عليه طيب اولا يا كابتن محمود انا بحبه جدا وعفكة اخويك كبير يعني اولا ما عافش يعني هو التقييم جيب يونان علاني اساس انا هقولها تاني انا واحد من الناس لسه كنت مهاجم امام لانه مش عجبني مستوى في المباراة اللي فاتت مباراة يانجي افريكانزو اتكلمت معاه لنا هو عنده فرصة انه ممكن يعمل تاريخ لنفسه ويعمل تاريخ مع النادي الاهلي ويرد على الكلام اللي بيتقال يعني انا نفسي امام عشور والله يشوف التصريحات دي يعني حتى لو انا هاجمته او اي لعيب انا بتكلم عليها جماعة او بهاجمه او بتكلم عليه او بنقوده انا واحد من الناس بتمنى انه يرد علي مش يرد عليها كمكلمات او لا يرد عليها في الملعب يرد عليها في الملعب عندك الملعب تقالك موت نفسك يعني اثبت نفسك في الاول اخر ثم انت تبقى كويس هتلاقي الناس كلها تسقفلك طبعا كابتن محمود ابو الداب لما اتكلم على امام عشور فهو ممكن يكون تشافه على المستوى بتاع مباراة يانجي افريكانز اه ممكن تكون تضجة كانت جمدة عليه بس يا كابتن محمود انت لعيب كورة امام لعيب كويس الحالة اللي موجودة والمستوى اللي موجود للعيب النادي الاهلي ما برضو هو مش يلعب لوحده وانت نجم كبير واسم كبير على فكرة انت لما تقلقت وعملت اسم وانا عملت اسم واتشرف ان انا في يوم اللعبت معاك ما تقلقتش ولا بيت ابراهيم سعيد غير لما لعبت جنبك او لعبت جنب كابتن هادي خشبة او لعبت جنب كابتن هاني رمزي لا ما هلازم ألعب جنب حد او ألعب مع لعيبة هي اللي هتخلينا تتقلق ما فيش حد لعبها يبقى نجمل وحده هي مجموعة المجموعة كويسة اللعبها كلها هتبقى كويس اتمنى ان امام عشور يرد على الكلام اللي بيتقال عليه او انا دايما ما بحبش التقليل هو لعب كويس في الاخر هو اللي هيرد بقى تلعب كويس وتستحق انضمام للنادي الاهلي ولا ما تستحقش بس فاتمنى ان امام عشور يرد علينا وفي الاخر هو يتقلق بقى مع النادي ما تقلقش دي حاجة ترجع له وفي الاخر هو اكيد عامل حسابات الهجوم عليه من ناحية جماهيرية لان فيه غضب جماهيري من جمهور النادي الزمالك كلام كتير جدا عليه وطبيعي ان فيه تصريحات تطلع في الفترة اللي جاي بالتوفير لكابتن محمود عبدالدعب واخوية كبيرة وبحترمه جدا كابتن شوبير يعني كابتن شوبير فيه تصريح ليه وحابب ان انا اعلق عليه لا خلافه على الموقف الذي فعله حسين الشاحات في مواجهة الاهلي وبيرامدز مع الشيبي موقف وحش ولكن اتعجب من تصعيد ادارة بيرامدز للموقف رغم اعتذار اللعب وتغريم القالع الحمراء لحسين طيب انا يعني انا كابتن شوبير طبعا انا منش هرد على كابتن شوبير انا هرد على العموم على الحالة يعني هو كابتن شوبير بيحاول ان هو يبقى فيه تقارب وجات نظر ما بين ادارة النادي الاهلي او ما بين حسين الشاحات والشيبي هو الموضوع ده ليه خد دجة كده يعني موضوع خد دجة جمدة جدا ويعني ومحاكم وقواضي ونيابة يا جماعة في ايه يعني ده كورة في اللا هو الاخر عفكرة ما احنا كل طول عمرنا عفكرة بنتخانق مع زميل لنا المنافس لنا وفي اللا هو الاخر احنا في الاخر صحاب كورة ايه اللي دخلها محاكم احنا ما صدقنا انا خلصنا من جو المحاكم وجو الاؤاضي والحاجات اللي كانت مرفوع في الكورة المصرية ما صدقنا ما صدقنا ما صدقنا ابتدا نتشوف كورة ايه اللي رجعنا تاني للحيطة دي يعني اخصوصا كمان ان انا واحد من الناس يعني انا شفت حسين الشاحات بعد بعد الازمة اللي حصلت دي والعصبية اللي موجودة أي نكام بقى ما حدش يعرف ايه اللي حصل وايه اللي دار وايه اللي وصل حسين الشاحات انه هوا ييتعصب كده وايه اللي خلى الشيبي يتعصب كده ويوصل الامور بالشكل ده يا جماعة جوه الملعب محدش عارف حاجة ما احترامي للجمهور كله محدش عارف يعني جوه الملعب بيحصل ايه ما بيننا بنبعض مفيش حد هيحصل منه ورد فعله في الاول اخر هي كرة الموضوع دي ليه يوصل لنيابة انا مش بدافع على فكرة حسنش حاجة هو طبعا تصرف غير مقبول وممكن يكون عصبيته بس في الاول اخر احنا لعبت كرة يا جماعة والله انا واحد من الناس كنت بتعصب وانا معروف عني ان انا بتعصب وكنت مشدود عادي يعني مش فاهم كرة وانا بتعصب وكنت بتخاني وبشدات ومشاكل كثيرة جدا جوه الملعب مهو مفيش لعب كرة مش مش عصبي مهو اللعب الكرة اللي مش عصب ده معنا يسف يعني ما يبقاش لعب كرة يعني لعب الكرة اللي مش عصب يبقاش لعب كرة ده بقى كده زي ما بيتأكد كده مقضيها جوال الملعب جاي اللي هو خلاص انا مجرد ان انا لعب كور مش هده حصلت عايتي خلاص وانا شفت الفيديو بتاع حسين الشاحات بصراحة وحاجة تحسب ليه اخطأت وراح اعتذر والفيديو على فكرة انا واحد من مصر كلها شفيته انه هو راح للشيبي واعتذره وانا واحد من الناس والله بجد انا خلاص توقعت ان الموضوع انتهى يعني توقعت الموضوع خلص والشيبي حتى كمان يعني هو طبعا من المغرب طبعا اخواتنا واهلينا وده بلدهم وبنحترم كل البيضة العربية من مغرب تونس الجزائر في الاول اخر اي لعيب موجود هنا حتى افريقيا ليه كل التقدير واللي احترام مننا على فكرة اللي هو مش غريبة جماعة يعني الشيبي مش غريبة عن مصر اي حد بيليه تواجد في مصر من اخواتنا العرب ومن اخواتنا حتى ومن افريقيا فهو بيتعامل في مصر كأنه من اهل مصر على فكرة واحنا شعب طيب وشعب كريم جدا على فكرة وفي الاول اخر لما تبقى كورة الشيبي خلاص بقى الشيبي يعني الموضوع يعني في الاول اخر خلاص انت يعني حسين الشي حد دي اعتذر لك هي الصورة هي وكان كابتن هاني كابتن هاني سعيد موجود واخو حسين كان موجود محمد اخوه وكابتن هاني سعيد خلاص وانت بتضحك اهو طيب خلاص بقى يعني الرجل حتى جالك يعني اه يعني اه يعني فيه ناس اسمائها كتيرة جدا كانت موجودة بين شرق وليد ازارو اه فرجان اساسي في الاخر علي معلول موجودة هو بقاله داخل في خمس سنين او ست سنين اكتر المسلوسي المسلوسي دي بقى تيبقى من رموز نادي الزمالك ومن الاسمائك الكبيرة اللي موجودة في نادي الزمالك ومتقلق وابتدى يبقى ليه شعبية واحنا واحد من الناس ها هو بنشيد بيه بنشيد بيه عن مستوى وانت لعب كويس اوه عفاك انا بحب رخمتك يعني انت لعب رخمتك بس انا بحبك يعني بحبك في اللعب في الكورة انا بحب نوعية اللعبة المشاغب يعني بجد انت لعب كويس اوي ويمكن من اول مباراة شفتك فيها لعبك كويس لعب كويس اوي مشاغب ونكاش ورخم ومستفز فده حلو محدش يلوم عليك فانت استفزت وحصل موقف فخلاص بقى شبه واتحك كده وماشي الحياة يعني مش هنقد نخش في محاكم عيب في الاول اخر احنا في الاول اخر عفكرة يا جماعة سواء حتى المنافس اللي بلعب قصادي في الاول اخر يا جماعة احنا صحاب واخوات لعيب الكورة دايما مهما حصلت مشادات ما بينه وما بين زميله في الملعب حتى المنافس في الاول اخر يا جماعة احنا بنقابل بعض وبنشوف بعض وبنسلم على بعض وبنهزر مع بعض وبنتحك مع بعض في الاول اخر هي منافسة فاتمنى يا شيبي خلاص بقى اقفل الموضوع ده وانت لعبك قويس يعني اركز في الفترة اللي جاية وخلاص في الاخر اعتبر يعني احسين اخوك كبير او انت اخوك صغير خلاص الموضوع مش مش يوصل لكده واتمنى حتى ادارة الناد الاهلي مع دارك برمز خلاص الموضوع يتحل في الاول اخر يا جماعة دي كورة المشادات دي بتحصل ما مش كل واحد بقى هيحصل يتخاني مع حد يروح يشتكي بقى يعني يعود يشتكي احنا مش في مدرسة يعني احنا مش في مدرسة بقى اجا تخاني مع واحد في الملعب اروح يشتكيني ما خلاص بقى انت اخد ملكته كده يا جماعة بتفتحه في الفترة اللي جاية مجال ان اي لعب دلوقتي يتقمس او اي لعب يزعل من زميله يروح يعمل يخش المحكمة ويخش النيابة وكام ده لا في الاول اخر هي كورة واتمنى باذن الله ان نحسين الشحاد والشيبي خلاص الموضوع في الاول اخر احنا صحاب واخوات ملعب اروح بقى للتصريح الاخير وهو تصريح كبت الردع بعيد حبيبي والله والله يا حبيبي ايوا اولا كابتن ردع بعيد والله يا جماعة عشان دايما لما باجي اتكلم عليه او الناس عفكرة يا جماعة حلو ان انا بتكلم على يعني كابتيني واتناقش كده وانختلف انا قلتها قبل كده لازم الاختلاف ده ولازم الناقش انا بحب المشاغب انا رجل مشاغب انا بحب شاغب هو كده ده طبيعي وكابتن ردع كمان مشاغب على فكرة بيقعد يتكلم ولا بلا بلا ويقعد يزعل اللي في الستوديو واخد ملك وبيقلب الموضوع فرندلي وده شي طبيعي انا برضو كده فانا بحب يعني بحب الشخصيات المشاغبة او الشخصيات اللي هي الاراء بتاعته والكلام بتاعته دايما بحب اسمع بحب اسمعه على فكرة يعني فيها وقت كتيرا جدا بيتكلم كور بيتكلم كور بيبقى فنان بصراحة يعني بيبقى مية مية لما الموضوع بيميل معاه بتتلغبط خلال مثلا بيهد بيهد كل اللي هيعمله فكابتين ردع عمل ايه؟ عبوية التصريح اللي هو قاله قالي ان انا مش هشجع كابتين ردع بعاد مش هشجع الزمالك لو تعاقد مع مسلماني ومش مقتنع بمستوى الفني حتى وقت الفوز بدوري ابطال افريقا مرتين معايا طبعا انت عارفين ان كان لعب عال يعني في وقت كتير جدا كان بيتكلم على مسلماني وكان رغم ان اواخد بطولتين افريقيا على فكرة يعني ويعني محقق بطولات مع نادي الاهلي اه ممكن نختلف معاه فني ممكن نختلف معاه في طريقته لإدارة المباريات طريقة اللعب بس خلاني اتكلم برضه انا بحب دايما يعني ممكن تكون اكابتين ردع انا ممكن مش مقتنع بيه فنيا جوال ملب او مش مقتنع بيه في حاجات معاه انت مختلف معده شي طبيعي بس كاكمته كمدربة جماعة لا ما حدش اختلف عليه ما حدش اتكلم عليه خالص انت بعد اختلف في طريقة اداءه طريقة تفكيره طريقة تغييراته العند بتاعه طريقة التغييرات بتاعته جوال ملعب طريقة اللعب بتاعته بس ده ما يمنعش ان هو من المدربين المميزين اللي اضافوا مع النادي الاهلي وكان ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي وعلى فكرة لما كان مع سان داونز عفكرة حق يعني حقق نتائج مميزة جدا يعني عمل نتائج وخد دوري ابطال افريقيا يعني خد دوري ابطال افريقيا حتى قصاد نادي الزمالك يعني هو خد بطولتين من نادي الزمالك مرة مع سان داونز من الزمالك وخد البطولة ومرة مع النادي الاهلي ضد الزمالك اللي هي الكارد نهاي الكارد فكاكمته كمدير فني لا هو مدرب كويس. موضوع بقى ان انت تختلف معه في الاول اخر هو اختيار مجلس ادارة. وعفكرة مجلس ادارة نادي الزمالك لو هو شايف ان مستر اه مستر مسماني هيضيف لنادي الزمالك تعاقد معاه. يعني انت لو شايفه ان هو هيضيف لنادي الزمالك وهيضيف لك في الحتة الفنية. يعني اه اتعاقد معاه وتفاوض معاه المشكلة حق مشروع. كل واحد ليه حق ان هو عايز 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 تجيب مدرب كويس عايز تجيب ما كان اه مين اجماعة كان موجود برضو كان اه كان مدير فن النادي الزمالك اه اه مين الفرنساوي اه كارتيرون ما كان مستر كارتيرون كان موجود مع النادي الاهلي وما اما نجحش مع النادي الاهلي وراح النادي الزمالك نجح ما نجحش علاقة في الاول اخر هو مدير فن فلو ادارة النادي الزمالك ان هي شايفة ان مستر مسماني اضافة تفاوض معاه ماكش دعب ارقنا ولا ليك دعب اي حاج لان في قاكمته فنيا جوه الملعب لا مدير فني على اعلى مستوى حتى تقلق مع اهل جده كان في الدرجة التانية وسعد بيهم ده بيدول ان هو مدير فني كويس وغير كده ان هو عارف المنافسة في مصر وعارف فانت مش جايب حد مدير فني مثلا جديد عليك يسه يتعرف علينا او على المصيرين او هلعبك كرة المصيرية فده اختلافي بس مع كابت الرضا ودي الفكرة اللي انا دايما هتليني كده في الفترة اللي جا هتليني موجود معاكم في فكرة تيفي سوشال لانها فكرة مميزة جدا وبالاخر بتعامل مع الكابات بتوعي وبارد عليهم وبتكلموا معايا فده شي طبيعية نروح لفاصل ونرجع لفكرة وانتو معانا نجد ناد الزمالك ونجد ناد المصري كابتن كريمزك انتظرونا في فكرة وانتو اهلا وسهلا بحالكم مرة تانية فكرة وانتو فكرة وانتو معايا يعني اخويا الصغير وانا بحبه جدا يعني كابتن كريم زكري نجم ناد المصري ونجم ناد الزمالك منور الدنيا وانت جاي علي سخني ليه لا انت حبيبي انت حبيبي والله هيمة حبيبي وحشني كتير ونور الدنيا ونور الفقر ومبروك على البرنامج طبعا يعني ما شاء الله عملت صدا جامد وانت براندي يعني انت مالبعيبة الجامدة جدا دايما ما بتسئل مش انا اقعد قدامك خلي بالك يعني ارجع كده لا لا خالص والله انا خلي بالك مشكلة اللي انا رجل وان ويه ويهو يحب اه ما بعرفش انا فانا اقعد مع حد يعني حتى اما الناس بتجي تسأل يعني لا لعيب كورة انا في نظر انا اه لو برتبهم فاحسن لعيب كورة اجي في تاريخ مصر هو ابراهيم سعيد وحسام غادي يعني دي حسام غادي ليل انا برضو عشان الصورة توصل للناس كويس لا انت راجل كنت بتلعب مساج بتلعب بكريت وقفت حد سمار ما فقط من الاوقات تلعب دفندر تلعب راس حربة يا ربنا اديك كل الامكانيات شرف له والله حقيقي والله وتحليل فني حبيبي ربنا ومن وارد جد الفكر توانه هو جاهز معي جاهز بتاعي نخشي بقى في السقن على طول في اللقطة وانت داخل اكي انت بتقول لي على موضوع الشيبي اه ايه بقى ايه اللي مزعلك يعني بص يعني اللي مزعلك ان انا وانت برضو من ناس الدماحة مش شو لان انا لو حصل معي انا لو حصل معي اللقطة دي انا والله ما مطلع بغض النظر اي تحت اي مسمى بقى اعمل معي اللقطة دي اصلا ما مش هتطلعهم الملق يعني انا ضربت انا ما يدي اخد قلمين انا بويا وانا صغير ما ضربنيش على وش انا لغاية الوقت ما ضرب يعني ان انا رب عيالي دي ان انت اضرب على وش انت بدها شخصية وعملما يعني فدي قلم مش حبيبها رقم واحد لان انا يعني اللي خلنانا نروح للمحاكم احنا نشوف الاول احنا وصلنا ليه لكده ليه لعب بيتجرق وادرب زميله بالقلم احنا انت انت قلت كلمة جبلة جدا احنا كلنا يا اخوات ببقى في شدة شدة ملعب وعصبية وبحصل كل حاجة لكن ان انت تضرب حد بالقلم دي دي رقم واحد رقم اتنين النهاردة لو بدلنا الكراسي ولعيب هو مش عايز اجيب حسين حسين انا بقى حسين اتكلم براحتك بس احنا اعرف الموضوع مش ازي اولا ان انا مش مزيعة انا عارب كورة عادين كده مع بعض يعني الكاميرا دي كانها مش موجودة هاد وقت الناس بتتفرج علينا انا عاد معلعب كورة زي واغباك فبنتكلم كورة عشان برضو اخد بالك لازم الناس تفهم ان الموضوع الحتة الجمهيرية في ناس ما بتبقاش واخد بالها من جوه الملعب صحيح انا معاك في دي صح ولا مس صح واحداث كترة جدا بتحصل جوه الملعب انت ممكن تشوف الظالم هو في الاصل هو مظلوب انت بتعرفش اللي بحصل انت هلعب كورة برضو اه طبعا يعني اكيد برضو انا مش بتفع عن حسين اولا تصرف اللي حصل محدش هيقبله اه يعني انا واحد من الناس لو حصل موقف معنا دا مش هقبل بس انا احل اتسألك سؤال فضل لو بدلنا الكلاسيو لعب في الاهلي ولا حصل في كده كانها يحصل نفس الازمة مع فكرة ما هي ازمة موجودة لحد دلوقتي اه يعني اخد بالك الموضوع الازمة مازالت موجودة رغم ان يعني الحاجة الوحيدة اللي بتكلم فيها ودي انا بوصل وجهة نازل على فكرة قلتها ان في الاول اخر احنا صحابه لعبه كورة وده كان فيه مشاكل ما بيننا بنلعيب وجول ملعب بس في الاخر خلاص بتتنسي 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 وخلاص وتقابله بعد المطش تسلم والموقف الحلو اللي حصل ان حسين الشحات راح انا معاك هو ده اللي خللنا تكلم لا والشيبي كمان اللقطة اللي انت عرضتها والصورة اللي انت عرضتها لا حاجة كويسة حسين راح هو واخوه كان هاني سعيد كمان موقوف موجود واقف ساعتها انا شوفت شيبي بيتحك فخلاص انت النهاردة طالما عندك قابلية الموضوع عادة خلاص فخلاص انت اقفل الصفحة دي يعني انا معك بس من هو ده ولله ده اللي لكن لو انت تمسكت برأيك من الاول لا خلاص طالما خدت موقف او انت مش متقبل اللي اعتذر بتا ما كنتش توقف صحيح ما كنتش خليته يعتذر لك مانباشر ان دلوقتي انا جاي اولا يعني حسين برضو يعني كابتن برضو يعني اسم كبير برضو والشي بعفك من اللعبة كويسة جدا وانا قلت ان هو من اللعبة الرخمة اللي انا بحك حيي اللي انا مش حايز اللي هو مثلا ان القرى طلعت عند ديكة ممكن يروح يتكلم مع ديكة ويرجع انا بحب نوعية اللعبة المستفزة فهو في الاول اخر هي منافسة بس انا طالما بقى ابراهيم انا مسلا لو حصل موقف مسلا ما بيني وبين كابتن كريم مسلا مكنتش تقبلتوا الاعتذار بتاعه صحيح اقرى بحاجة لا امشي بيعد عني خلاص انت اخدت موقفك وخلاص صح واخد بقى بعد كده اشوف الاجراءات بتاعتي واشوف الدينجة بتاعتي اعملي اما نقف معاك وانت اعتذر تلي وبس تدناه وبنتحك وبتاع وبنتحك وبعكية في الاخر الموضوع يخلش هو ده اللي خلاني ان انا نتكلم في الحتة دي لو انت مش حابب موقف من اوله كنت ما قابلش الاعتذار بتاعه بقرارك ورأيك اللي انت اخدته وكمل في الاخر بس اه بس والله اه يعني فيديو اللي حسين كان بس دماغه فيه على فكرة حسين من اللعبة طيبة جدا وابن بلد وانا برضو خلي بالك انا عايز اقول كلمة برضو للجماهير اللي بتتفرج سواء اهلا ولا زمال كوي انت بتعملش مع قلة انت بتعمل مع بشر وارد ان هو يخطئ وارد ان هو يبقى صح هو بشر زي زيك يعني مش مفتاح عربية هتدوره فهي هتمشي بجي 100 كيلو ولا 200 كيلو هتغير لها زيت فهي يكمل عادي لا انت بشر ممكن تلاقيه اه وانت عليك عليك ضريبة ان انت تتفحن انت برضو دايما تطلع احسن حاجة فيك لكن في نفس الوقت انت عليك ضغوطات عليك حاجة كتيرة جدا فاتر تعمل مع بشر وارد ان هو يخطئ وارد ان هو بقى كويس ويعمل حاجات كويسة جدا اللعبة تقتضي بيها يعني لكن في نفس الوقت لازم يكون ريفا من ان لعبة مصر كمان كلها بشر مش قال حتى لعبة اوروبا بيغلطوا مشي طبيع بزبط يعني بزبط قبل منهي السؤال ده رسالتك ايه للشيبي والحسن للشهاد لا يعني بعد الصورة دي يعني خلاص يعني بقى انا شايف ان بعد الصورة دي وخصصا كمان ان انت عرضتها يعني برافو عليك هيمة يعني خلاص انت النهاردة تحكت في وشي وسلمت عليها الامور تتصفى خلاص بوقت اللبس لكن انت لو انت عايز تكمل في طريق مكنتش بتقابل حسين الشحات اصلا خلاص انت خد تمسك بقرارك انت النهاردة قبلته وبتضحك معاه وهاني سعيد كمان موجود يعني راجل مسؤول كمان في النادي بتاعك فخلاص الامور تعدي بسلسة فالامور كل ما بتكبر الامور بتكبر اكتر معاه في حاجة تاني انت اكلمتني فيه وانت داخل عمسك كمان اه شكبالا انا مش هزاق شكبالا وانا جالس اسألك النهار مش هزاق لو موضوع عشانت اول ما دخلت دخلت زوقنا عليك عشان بحبك والله ما سايبك والله انا بص انا يعني موضوع وانتوزة ما بيتقال انا عايز اسألك شكبالا انا يعني رجل يعني بص انا عشانك سؤال فاللما مش هكبالا يبطل ميني العبكو وانا بين سنة الحياة والله لا في فرق في فرق بين سنة الحياة وفرق ان انت لاخر نفس انت بتديه بجيب جوان بصة بصة اجيبلك بالاخر ابرهيم احنا انا وانت عنينا من المدربين تيقول لك ده كبر في السن ده كبر في السن ده كبر في السن في حين اللي من سنتين تلاتة ليفربول خد ابطال اوروبا بميلنر وهندرسون انا وانا صغير بتفرج على ميلنر وهو في السيديو فانتو اكبر اتنين موجودين والمدربين بتديهم فانا وانت علينا من النقطة دي بالذات ان انت دايما اول ما بتكبر تقول لك يا عمد عدة تلاتين ما ينفعش خلاص تب ليه ما انا بلعب لا هو خلاص انت اكبرت نشوف غيرك مفيش حكا اسمها كده في الكورة طول ما انت بتدي في الكورة وموهبة فزة زي شكبالا لا خلينا انا بكلمك برأي انا كمحلل طلع من الحزبة دي كلها من الدور الممتاز كله عبدالله السعيد وشكبالا مفيش مهبة فزة يعني هم اللي اعتبروا يعني تكملة الجيل بتاعك بالزبط دول الاخر طيب اللي اتبقوا في الجيل اتبقوا لغاية امتى بقى الراجل بيلعب وبيقدي واخر ماتش جايب بقول بيلعب تسعين ديئة بيكون مؤثر لا انا مجيش جنبه ده بالعكس ده انا حافظ على قل دمطر بص انا دايما مش من نوعي اللي بتحب التبرير انا انا ما اتكلمت فا اتكلمت عادي من وجهة نظري خلي بالك ده اغلب الزبط ازعلم منك في النقطة دي والله بص هو كل واحد بياخد التصريح على حسب مزاجه اولا انا عارف ان شكبالا ملعبت كويسة جدا وبيمع فكرة في المواقف كتير جدا ومش حابب ان انا اتكلم فيها لان انا مش من نوعي لان اما بعمل مواقف فما بحب يشارجع اقول فاكر لما عملت كذا انا عارف انا عارف انا لما اتكلمت فاكد تصريح عادي بتكلم عادي من وجهة نظري بقى لك مش تقليل منه يعني الموضوع مش تقليل لما باجي اتكلم على حسين تمانا حسين بتكلم عليه دايما يعني حسين الشيحة على فكرة اول منضم النادي الاهلي انا فرمته اه تمام بس لما باجي اتكلم بتكلم من وجهة نظري ككورة مش مش مقصود تقليل من من حد ياخذ ذلك كمان اخد بالك انا يعني النوعات اللي زينا بتحب لعبته الكورة بالظبط فانا بحب لعبته الكورة يعني حب لعب كورة الحريف المهاري اللي عاد انا قلتها لك ان المدرب اول ما يشوفك كبيرت في السن لا انت مش نافع تمام انا بدي لأ هو انت كبيرت في السن فيش عق Hope Gesundness كده فالكورة اعلى فكرة اخد بالك هي بره كده برضو اه يعني برضو يعني مش عشان برضو مش مناتكلمش برضو على الكرة المنصحي برضو هو برا عفكرة كده يعني غير بالا ما يبقى فيه نجم يعني فيها اكتر من كريستان رونالدو لا مفيش بس بقى ان برضو ضربتلك المسل بالليفربول لما خد ابطال اوروبا خدها مين كابتن فرقه هندريسونو معها ميلنر يعني الله يتمنى شكبالا يتقلق ويجيب بطولات مع الانسان اعزن المهاتر اوف تلما في الملعب وكمان عملة ندرة شكبالا قدر يروح كبالا منتخب يروح إيه اللي يمنع والنهاردة مش فيه لعبة في المنتخب بتنزل تخذ ربع ساعة أو تلت ساعة هل التلت ساعة دي هتبقى لود أو حمد هل يبقى اخترش كبالة يعني عشان اسمه ولا عشان إمكانياته عشان هو دلوقتي كويس في الملعب ومؤثر مع الزمالك ولا اسمه ولا إمكانياته أنا النهاردة كمدرب منتخب بقى قوي من لعبة دي رقم واحد مفروض أي مدرب أو مدير فن للمنتخب مصر يضغل عنها لون التشيرت دي رقم واحد الثاني حاجة لأعمار السنية آه أنا عايز أنزل بأعمار السنية بس ما شايفرق معايا اتنين أو تلت لعيبة أو أربع لعيبة حتى يكون عندهم خبرات يدوني حلول في الملعب ما أنا في وقت مل وقت الدنيا مضلمة قدامي وانتعرف دايما المنتخب مصر في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها بيلعب منتخبات أقل منه في التصنيف انتعرف المنتخبات دي تيجي تعمل هي وانتغربت الكلام ده بتلاقيهم مرسوسين قدام التمنتاشر العشرة قدام حرس المرمى بيدفعوا وعملين كومباكت وما بتواني انتعرف انت محتاج حلول فردية الحلول فردية تتمثل في مين؟ في حمد صلاحي وشكبالة اللعبة اللي بتاعرف تتصرف في المساحات الدايقة لكن النهاردة كل اللعيبة انت بتحس ان الموهبة قتلت في مصر مابقاش في موهبة لعيبة الكرة اللي زينا هو شايفين احنا شايفينها احنا احنا كلاعيبة كرة عشناها بقى ولعبناها والبهدلنا وجبناها من تحت زي ما بيتقال بالزبط هات بدايتها فين؟ بالزبط يعني بدايتي في الناد المصر في نشيل الناد المصر انا عانيت 9 سنين طيب فانت عانيت من تحت التحت فانت النهاردة مفيش مفيش لعب الكرة مفيش مواهب الاسعار والارقام خالية انا عايز اقول لك على حاجة انت واحد من الناس لو موجود في الجلدة تتخد لك 100 مليون انت قلت 70 انت قلت 70؟ هل اللعيبة تفكر ان احمد دي اكتر من كرة؟ اه انت بقى انا عشت جوه نادي المصر اه لا اللعيبة يفكر ان احمد دي اكتر من كرة؟ الكرس اكتر من كده ان انت النهاردة رقم واحد انا باتفق معك ان هو بيفكر في النواحة المادية قبل انت هتلعب فين ولا هتاخد بطولة ايه ولا الهيستري اللي انت هتعمله لنفسك التاريخ اللي انت هتبنين نفسك في مشوارك القروي هما بيبصوا لمقدم العقود انت النهاردة اقل لعيب ما شاء الله ربنا يزيده ده ريزقهم كلهم لكن اقل لعيب النهاردة بياخده 3-4 مليون مقدم احنا ما كناشو بناخدهم في 3 سنين عقود فاهمني؟ فدي بتدوله اريحية النهاردة انت النهاردة عايز توقف لعيب كيف يسر مش فرق؟ دي تقام واحد انت عايز توقفه النهاردة اتعاقب ما اللي بقى له 3 مليون زي هم انا خدت 3 مليون فاخصم بقى اشان برضو الاعداد الجمالية بتوقاش كتير ولا حتى ممدرهم بقى يخلصوا الماتش ويخش على صفحات السوشال الميديا دي كارسة دي كارسة هيمة اولله بقيت مسيطرة بقيت مسيطرة عليهم وليه لعيب صفحته مش على صفحة كذا دول حبيبو صفحة كذا دول حبيبو انت بتلاقي لعيبة بقيت ماشية كده فاق؟ ماشية كده انا بقولك الصراح بس انا انا مش هتكلم فاقزة كده ان الموضوع ده منتشر منتشر وانا عارف ان في بعض اللعيبة بوضوه ده انا انا عشت انت عشت عشت وشفت اه طبعا 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 اللعيبت الكرة كلها بعد ما بتخلص الماتش يا دوبرك بين البس ورجعنا على القتيل اللعيبة كل اللعيب مسك الموبايل ما بيكلمش بتخلص الماتش زبا انت تكلم والداتك تخطمنا حاجات دي اللي هي الطبيعية لا ما بيوش كلم حد هما بيفتح السوشال ميديا على طول والصفحات لا ده الناس مشكرة فيها لا ده كرسة 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 لا كرسة كرسة حقيقية يعني ممكن يبقى لعيبة انا مسلا لعب معملش حاجة وفي الاخر يتكتب عليها صفحة مسلا ان انا كويس اه وممكن تكون العكس ممكن تكون صفحة معينة او صفحات معينة مش حباك فانت لعيب بتعمل كل اللي عليك بس الناس مفتصاك فاتلاقي نفسك برا طب هل تواجد السوشال ميديا اقوى من ما كان بيقى فيه جمهور اللعبة دي اللي انت بتتكلم عليها اي ان كان بقى في الاندية كلها لو كانوا شافوا الجمهور مثلا بتتكلم عن مثلا الاندية الجمهرية مثلا زي الاهلي زمعيلك المصري الاسماعيلي الاتحاد طب اللعبة دي لو كان موجود الجمهور كان وضعهم كان يبقى اعمل ازاي مفيش مفيش خلاص مفيش فضوء اعصاب مفيش مش هيبه عندهم توزن في الملعب مش هيبه عندهم خبرات بدليل ان اي مطش للمنتخب عندك بتروح تلاقي الاستاذ متقفل بتحصل دربك يعني مش في كل الاحوال انت النهاردة لما بتلاقي منتخب جامد وتلاقي الاستاذ متقفل بتحصل هزة كبيرة جدا لعبة الاهلي والزمالك او اي لعبة في مصر عموما بتروح استاذ وتلاقيه متقفل برا مصر هتبقى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم وعندهم عظرف دي عشان نتكلم بصراحة انت النهاردة واخد ان انت دايما بتسوق عربيتك والطريق فاضي صحتا يوم ومشتب العربية لقيت الدنيا زحى هيبقى في دربك احنا بالزبط كده لعبة مصر كلها بتسوقوا الطريق فاضي مجرد ما تسحملوا الطريق هيخبطي منه مش ماله ايه اللي خلى نادر مصري بقى بعيد كده عن المنافسة وبعيد عنه السندي؟ في العموم يعني مش نادر مصري بقى له اكتر من اربع سنين او خمس سنين مش موجود على لا المصري الاخر السندي اه يعني فهم اقصد دي مش موجود في المنافسة مثلا مع الاهل ومع اكتر من كليم كان الاول منادر مصري اخد بالك منافس قوي جدا في الدور المصري وكان يعني متشطة احنا براهد لما كنت بالعب اصدر مصري مثلا فاكرة لما كنت تجي عندنا بورس عيد الاستبباء عامل زي اه كما بستعبروه بالورود بص انت اللعيب الوحيد اللي اللعيب يعني انت الجمهور عارف ان انت جامج جيد لحبايب والله يحبوه اه يحبوه على المستوى الشخصي لو جيت سألت كل واحد لحب بموت في احنا عندنا مثلا انا فاكر فيوقت ابراهيم والله انا بقولك حقيقي يعني انت فيوقت عملت شعرك احمر مصر كلها عملت شعر احمر شعر لا فاكر والعدين انت كلها اللي يابدني ولعبت عملت شعر احمر انا ما لا انا فاهم بس ايها هيجت كده حب والنهاردة الناس اللي التسريحة بتاعت صلاح ما بتعملها هالن ده هتلاقي الناس عاملة زيه كريستيانو الناس بتاخد قصت ولعبت كورا كل عاملة وقصت كريستيانو حتى احتفاله فانت من اللعبة اللي كنت مؤثرة فطبعا انت مؤثر في مكان هتلاقي الجمهور هيلب عليك قلب سود مباريات اللي بتاعمل نجوم مباريات الاهل والمصري او زمان والمصري بتاعمل اسماء كبيرين طبعا انا كنت اقول لك على حاجة الناد المصري سبب انا مش عايز اقول اللي هو بعيد يمكن هو كان فيه كسر ربطة وخسر اخر خسر النهائي فترة البشمان السمر حلبية كان بيلعب كونفدرالية على طول الوقت اللي انا كنت موجود في الناد المصري لعبنا كونفدرالية وصلنا قبل انهائي طبعا كل ده ميرضيش جرور جمهور الناد المصري بيموت في حاجة اسمها النادي انا عايزول لك حاجة ابراهيم بكسما بالله انا وانا صغير كنت اركب معه سواء تاكس اشغال باليومية يقول لها كابتن النهاردة انا خليتهم يكلوا عيش وخدت الولادي الاثنين واليومية بتاعتي اطعت بقى تيكت عشان اخش فالناس بتعشق الناد المصري غياب الجماهير سواء في التدريب او المطشط ملوح الجماهير بتروح التدريب او لا اغلب الوقت انت مبتتربش بروسعي ليه لان انت اغلب المطشطك في برج العرب انا فاكر وانا في برج العرب فترتي مع الكابتن المعيش الشعبالي في الناد المصري انا فيه لعبة بتقسم لي بالله ان هي ثابت عيالها الصغيرة هي بتحبيه رجعت لقيتها بتمشي ما بنعط شهرين ثلاثة في المعسكر وماتشط كلها او ربع ده كاس دوري لا كونفدرلية فاللعبة بتعاني واللي قبل المعاناة بتاعت اللعبة الجماهير فرقتها محرومة منها حتى من التمرين ايه سبب ان كابتن المعين الشعباني منجحش مع ناد المصري مش منجحش هل نحية مادية هل لعيبة بص هو هو مش منجحش هو نجح والوقت ده عمل نتاج كويس كنا متوقعين اكتر كنا متوقعين اكتر استمرارية استمرارية طبعا لكن حتة مجلس الادارة اللي كان موجود بعدها مجلس الادارة اتحل اتعين مجلس الادارة جديد ما كانش فيه فاقمة بين رئيس النادي وبعد عضاء مجلس الادارة وعضاء مجلس الادارة التانيين فكل دي اثرت على اللعيبة حقوق اللعيبة او مستحقات اللعيبة كانت بتتأخر دايما مش عايز اخش في التفاصيل دي كتير عشان انا مش بحب اطلع عبدور البطل انا اخل بالك او الكلام بيجي ما انتو انا مش طويل الوقت اتدعي لصديلة او ان انا بظلمت في مهمتي مدير كورا لان كان بيحصل واحد اتنين ثلاثة انا بقولك يعني ملخص سريع هل دولاتي ممكن الموضوع مثلا انا كمجلس الادارة مثلا جايب ابراهيم سعيد او جايب كابتن عيشة يعني جايب مثلا كابتن حسام حاسب هل ممكن مجلس الادارة بعديه مثلا ييجي او عشان المجلس القديم جاب مثلا ابراهيم فمشيه عشان خاطر انا اجيب حد جديد لا لا هي مش 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 كده خالص انا انا فاهمك كويس لكن تتكلم جايب مجلس جديد مش يا كابتن ما انا ولك على حاجة برضو يعني فيه وقت في الوقات حصل مشكلة في النادي المصري بدون الخدفة تفاصيل المشكلة ايه بعينها فتوقف 3 اربع لعيبة وقفنا 3 اربع لعيبة فرئيس النادي كلمني قال لي 3 اربع لعيبة يرجعوا عادي للتمرين اربع خمسة بمجلس الادارة اتصلوا بيا بعدها بادي اتاني اللعبة دي تلعب بيا قرار مجلس الادارة وما تنزلش التمرين قلتولهم والله رئيس النادي قال كذا 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 اقول لي لا احنا مجلس الادارة وبنقولك قلتولهم بقولك ايه عندك رئيس النادي اتكلموا رئيس النادي وما تتفق على حاجة بارجعوا لي دي حاجات بسيطة كده فيقولين دي توقع اي اي فرق ما انا بقولك هوا لكن كده انت دخلت في مرحلة عند بالزبط فانت النهاردة ما بتيجي تسألني ليه كابتن معين النتاج مستمرتش معاه بصورة كويسة هقولك التضارب الكرارات في مجلس الادارة في وقتها تاني حاجة الظروف المادية طبعا ما كانتش احسن حاجة على العكس دلوقتي مستر كامل يعني ما شاء الله يعني اه محترمة جدا وبصرف على النادي لكن النادي المصري نقصوا لجنة كورة ايه سبب مشكلة مستر كامل ابو علي مع كابتن حسام اوبراين لا اهو في مشاكل كان في مشكلة كده طب أنت سألت بقى أنت اللي أعرف انا مسألك لا لا ما ليه الأزمة يعني كان سبب الأزمة عني الأزمة الأخيرة يمكن بوتها تقلط في العلن يعني يمكن دغموم مابس في حاجات بتبقى بص هلعي ودكور ايه بس انا بكونش موجود في الفترة دي وله لا في حاجات بيتبقى جوه يعني حاجات اللي بتوصل لإعلام دي يعني ايه بتتقال بلإعلام العادي بتتبرز اه بتبقى جميل اصلي مش عما يختلفوا عشان ايه يعني بقى بتكلم ككورة بقى ما ككورة أنا بقى يعني بقولك انا بقولك اللي أنا عرفه بشكل شخصي ان في ماتش من الماتشات كان الكابتن حسام بتنلفز جدا ودخل لدغموم برضو الكلام ده كلام ناس في مجلس الإدارة وبيتقل لغاية الوقت حتى يمكن في التحقيق اللي تعمل في اتحاده كورة او الكابتن حسام كان مقدم شاكه عشان ليه فلوس عند الناد المصري بتقل برضو الكلام ده تاني انه هو دخل ويمكن غلط في مستر كامل ده اللي تقل من دغموم يعني ده تقل في كل القنوات ويمكن تعرف كابتن حسام طبعا او كان فيه تقلق ان كان كابتن مستر كامل ابراهيم كانش في الاجتماعات ما كانش بيه موجود انا ما كنتش موجود لأ ما ادرش اقولك حاجزي لان انا فعلا ما كنتش موجود حقيقي والله ما انت موجود في المطبخ لا لا خالص يعني طالما انا ما شفتش حاجة ما انت برضو بصلك على حاجة انت بتعرف بس النهاردة بقى عندك روايتين انت النهاردة انا متأكد لو رجعت لكابتن حسام وكابتن ابراهيم ممكن يحكي لك رواية تانية خالص لو رجعت لدغموم ومجلس الادارة ممكن يحكي حكاية تانية خالص ممكن اللعبة تقولك حكاية تالتة خالص فانت بتحكي انا رواية منهم فأكيد زلام تحدي في الاطراف فانا طالما مش موجود ومشفتش حاجة انا بقولك على الكلام اللي بتقال لغاية دلوقتي المشكلة اللي حصلت دي وعصبية الكابتن حسام انت عارف عصبيته بعد المطشاط او ما بكل نتيجة مش كويسة فحصل سب او شاتب دغموم او مع رئيس النادي مع المجلس فطبعا ده لعب مش مصري يعني ما ملحقش حتى يحفظ الكابتن حسام كويس فطبعا نقل الصورة لمجلس الادارة وكيد طبعا اتخذ فاكرات هالكابتن حسام من عائد اللي بيحبه يكره بيحبه خلي بيقى انا عبت مع كابتن حسام وكابتن إبراهيم واتمرنت معه قول لي بقى الشخصيتي وانت بتتماء وانت معهم ولا هو 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 ما فيش ما فيش يا بيحبه يكره دايس بقى لا اوان مش اش حب وكره دي لا انا دايما بشوف ان المدرب فيه لعيبة كتيرة جدا اشتاكت منه انا اتمرنت معاه والفترة اللي اتمرنت معاه فا بقولك على اللي انا شفته يعني انا حتى الشخصيات مكتش في لعب معاه خلي بالك ممكن اول ما جي وانت حبيبي ولعبنا مع بعض بس انا الفترة دي محتاج كزا وتخبتن انت مدير فن دلوقتي ومش زميل مرعب وانا بقدر اي حاجة على المستوى الشخص انا بحب الاتنين جدا فحطة الحب والكره دي بالعكس انا شايفه بيحب مصلحته اكتر من اي حاجة بدليل ان هو في وقت من الوقات ايه تاني واجه بيحب مصلحته اكتر من اي حاجة وانا كلنا بنحب مصلحته اكتر من اي حاجة وانا كلنا رضا ما انا برضو متكلم شوية فهو بيحب ممين ما بيحبش مصلحته لا حلوة ما انا اقولك بيحب مصلحته ازاي النهاردة في وقت من الوقات شفنا كابوريا بس اكبرتلك ايه انا شو مزيع كلام كلام الكورة اه ده بكلم الكورة والله اه ما هو كورة بالعلمة خلاص انا عرفت التوت المكابت الحسامي يجيب محمد حمدي اللي بلعف برامدز دلوقتي والاهل عايزوا منتخب مصر ويصنعهم اللاشئ وكابوريا وغيره وغيره وعبدالله جمعة مش عايز انسى حد عمل جيل مخدش حد يعرف عنه حاجة فاكبر دلوقتي بيحب مصلحته لكن هنا هقولك على حاجة بتفرق التعامل برضو خلي بالك هنرجع تاني لحتة العقود العالية النهاردة وبصراح من العيب كرة لعيب كرة يعني من الاخر نهاردة كابتل حسام لما كان بيخش الكابوريا وحمدي واحمد جمعة واحمد ايمان منصور في بداياتهم كلها وغيره ازاي ومش عارف ايه وتيت وتيت وانت عارف طبعا تيت بي ايه متوقفش قدام وهو خسره تيت وتيت وتيت فغزبنا عنه اللعيب يحطهش في الارض هو اللعيب للسجعين لكن النهاردة لما يجي يخش الواحد واخد عقده او نص عقده 3 مليون جنيه وتقوله كذا وكذا يعمل اواخد 3 مليون جنيه استحمل ايه فدي برضو فرقة مع كابتل حسام خلي بالك ان نوعية اللعيبة اللي بقى بتعامل معها غير الاجيال اللي هو صنح ده الحقيقة والله انا مصدق ايه شبايا ونروح لبقى ورجعنا لكم تاني في فقرة وانتو مع كابتن كاريم زكري نخش على نادي الزمالك يلا اه تشاف ان نادي الزمالك محتاج مدرب اجنبي اه محتاج مدرب اجنبي ليه لان دايما احنا عندنا عقدة الخواجة في مصر دايما عقدة الخواجة تلاقي المدرب الاجنبي محمق اكتر من مدرب المصر وانا بحب كابتن معتمي جمع على المستوى الشخصي والغاية الوقت ماشي كويس جدا لكن انا عارف وقت من الاوقات اول ما يحصل لقدر لا تعادل او الغزارة هتلاقي الهجوم كاسح عليه في المدرب الاجنبي في المدرب الاجنبي راجع انه ماشي مع نادي الزمالك بشكل كبه انا متفق معاك لكن دايما ان اهلي وزمالك محتاجين مدرب اجنبي مع فكرة ان مستر موسماني بموجود في نادي الزمالك ان انا دارت نادي الزماج تتفاوض معه بموجود؟ اه طيب ان هو هيضيف؟ طيب شفت التصريح بتاعك بتاعك كبت الردى. لا يضيف طبعا. يضيف له مدرب سيفي قوي ومدرب تاريخ ومدرب اه مدرب كويس يعني ويفيد نادي الزمالك. وانت ضربت مسال بكارترون فوقت منالك كان في الاهلي وراح الزمالك بعدها. لكن انا مش مع المسلمان في حاجة واحدة بس. الاجازات طولة اوي. بدي اجازات طولة جدا. يعني فوقت من الوقات انا فاكر ان احنا في المصر يكون لعبكم في در والنادي الاهلي بلعب ابطال افركي. فمجرد ما يحصل توقف يرحميه دي بالعشر تيام والاتنشر يمراح. لو انت فاكر انا انا كنت بها تخاني مع كابت المعيني الشعبان انت بدي تلت تيام ولا خمس تيام. على حسب نوعية المدربين اخد بها كلها. بس ده غلط. ده بدي ده يدور عموما اللعب المصر. بس كمال وقت اللي هو كان فيه كان يعني الفترة فالك كانت مش محتاجة البعدة ده البعدة ده بيبعد اللعب. بس ده خالب لك. وده من 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 النقط اللي كان اختلف فيه مسلم فانا مع مجلس ادارة النادي الاهلي فوقتها انا فاكر. فلو هو هيركز مع النادي الزمالك وفترة الراحاته بقى الا لان اصلا كيكا ندي الزمالك محتاجش اقول كتير جدا فترة جاي. فانا معاه طبعا ان هو يكون موجود. ايه اللي هيضيفه مستر المسلماني مع النادي الزمالك? هيضيفه اللي احنا قلنا عليه. النهاردة مدرب عنده خبرات. يعني ايه اللي هيضيفه? يعني هيعمل ايه في النادي الزمالك في خلال فترة الصعوبات اللي. رقم واحد انت بس رقم واحد ابراه ايه هيقول لك انا عايز واحد اتنين تلاتة اربعة لعيبة هتجيبهم له. طب هتجيبهم له ازاي هتفك الكيت. ايه يفرد سيطرته. او طبعا لازم يفرد سيطرته. هو المدرب ايه غير سيطرة. خلي بالك مش الناس بتفكر المدرب كل حاجة جوه الملعب بس. لا المدرب جوه الملعب وبره الملعب وفي الصفقات اللي بيجيبها ايه مدرب او حتى النهاردة ما تبص على جوار دوله ايه اي مكان بيروح يقول لك ايه يفرد سيطرته. انا عايز وا اتنين تلاتة اربعة. شخصية. موسيماني مش شخصيات كويسة. شخصية قوية. يجيب لعيبة كويسة على الناد الزمالك في الاماكن اللي هو يحددها عشان لما تيجي اخر السنة تحسبه بالاماكن اللي هو احتاجه. انت بتكمل له النواس. وعنده خبرات كبيرة جدا سواء في الدور المصري زي ما يشتغل مع الناد الاهليه وسواء في الكونفدراليه او بطولة افركي. هسألك على لعيبة انا من لعيبة اللي انا بحبها جدا يعني. عبدالله جمعة. شايف ان هو بعد نفسه تم يعني رغم المكان المكان بكش مال دلوقتي مش مفوش حد يعني في. انا بقى انا بقى انا كتير جدا. اه بقى انا كتير جدا ما. انت بيلعب مكانه عبدالشافي طبعا. عبدالشافي. عبدالشافي اسم كبيره وحاجة. محترم. حاجة محترم ومخلص. بصراحة كل جمهير اهلوية زملكية جمهير مصر كلها بتحترمه لان هو من الشخصيات المميزة. صحيح. شايف ان هو حتى لما عبدالشافي يعني بيخرج مسلا بتلاقي عمر جابر بيلعب مكانه. لا عمر جابر او نمار او اي حد بيجيو. حتى لو بلعب رجل اليمين يروح حطه. شايف عبدالشافي. اتأخر ان هو يخرج برة الزمالك. لانه طالما تأخر اللعبة في المكان ده خلاص انا ما فيش مكان هنا. فاللعب دايما لازم يدور على مصلحته. انا بحب. انا بحب النادل مصري كده. وبحب الزمالك. انت بتحب النادل اه. لكن اما يجي لك فرصة النادل تحترف. اتحترف. انا الوقت ما ببع لعبش في الزمالك. لازم ادور على النادي. ارجع لعب فيه ت يعني عشان الوزن. عشان ابقى موجود في الملعب. عشان منتقب. عشان حتى فلوسي. انت طول ما انت قاعد التسعير بتاعتك بتقل. طول ما انت مش نجمش بباك فالتسعير بتاعتك بتقل. فالنهاردة عبدالله جمعة لو مش السنة اللي فاتت هتلاقي سعره كزا. النهاردة هيمشي السنة دي هتلاقي سعره اقل. اقل. ولازم الزمالك يجو في اللعبة امثال عبدالله جمعة. ان هي بعيدة عن الملعب. وابدأ اسوقها. ما دي فلوس دخلالي. النهاردة انا لو باعت عبدالله جمعة زي ما قلت لك من سنة. انا بدخل فلوس كويسة للنادي. لكن النهاردة كل ملعب يقعد عندي. وما ببقاش في ظاهر في الصورة. فلوسه هتقل طبعا. شايف ان هو ممكن يكون مش في دماغه اصلا. ممكن. طبعا. لان اتغير النهاردة كم جهاز فاني ومش فيه عبدالله جمعة. فدي برضو من الاسوق. اكبر دليل هو ممكن يكونش في دماغه. ان هو مسعاش النهوة يمشي بناد زمالي. والله على ممكن يكون ساعة النهوة يمشي لكن في الاول الاخر لما يكون عندك اقاف قيد وما كان يبقى فاضي وانت مش موجود لا يبقى فيه فيه خلال عندك برضو. تتعب ان هو لا كان مركز كان ممكن يبدلاتي اساسي منتخب مصر. ام كان يطهيل. يمكن حتى من الاسماء اللي هو تقالك لك. انا واحد من نفس كنت بحبه جدا وتقالك مع نادي الزماليك ومن اللعبة اللي انا كنت بشيت بيها على طول. والله عاجل في الملعب. فالواحد بزعر النوعية دي انها متبقاش موجودة. فلا انا نفسه يخرج بسرعة من نادي الزماليك يعني لو هيلعب ماشي. انا نشاهد لو هو ماشي من نادي الزماليك هيقدر يرجع تاني ويقدر. كرة في ملعب ممكن يمشي وماشي فيه لعب اكتراجده مش تقالي زماليك وفضلت تنزل 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 غبر حد درجة تاني. كرة في ملعب في الاول اخر. انت مع تجديد عقل شكابلة؟ طبعا. موسم ولا موسمين؟ والله انا دايما عندي عندي مشكلة مع حتة تولاد النادي دي. لان احنا دايما بنفضل نقول للانتماء والانتماء والانتماء. واول ما اللعب يجبر في السن. حتى يشوف رغم انه بيقدي. حتى لو بيقديش ده لدي اعتبار تاني. ده رمز من الرموز اللي عندي. فدايما احنا بنتعامل مع اللعب. مجرد ما بيقدم في النادي كأنه اصطاق في اسمائي بتاعة الخير دي. لو يضربك بالنار. لا انت عاجز تشوف لك نادي ت تاني. لا. انت عايزوا يجدد سنة او اتنين. نفس الكلام اللي قلنا انا حسام عشور اللي انا دايما كنت بقوله. حسام عشور عايز يلعب سنة يلعب اتنين. ده اختياره هو. هو ضحى قبل كده بحاجات كتيرة جدا. فلازم ان النادي الاهل يسمع له. انا النهاردة بتكلم على شكبالة. وما اعتقدش ان شكبالة يجدد لخمس سنين. يعني ماكسما ما يبقى سنتين. ما ده هي المشكلة ما يبقى لعيب تاريخ عندي. على الالف قط اللبس هينفعني. لكن سنة او اتنين انا شايفه ان هو لازم يكرر اخر السناتي. او حتى مجلس الدهار يكرر اخر السناتي. لكن انا مع تمديل العديد بتاعش كبالة. ماشي. مع تواجد احمد عبدالقادر في نزل زباية. شاف ان هو يضيف? اه. يضيف طبعا. لعيب كويس بس يركز في الملحب. خلي بالك الفجوة اللي حصلت ما بين احمد عبدالقادر والجبور السوشيال ميديا اللي احنا اتكلمنا. يعني ده دي الفجوة اللي عملت. اه بزاف. هي اسلاح زوح الدين خلي بالك. لو انت كنت مجيش في يوم اللي انا اتفاجهني تقوله السوشيال ميديا. اه. فانا مش متبرمج عليه. انا واخد عالجمهور. النهاردة خلت بنزل التبرين او الملعب. الجمهور هو الترمومتر بتاع اسكوت ناجح او الجمهور رضي عني ولا اهلوم يدولك اول واحد. تفوات ملاقات في النادل اهل اتلاقي الجماهير كلها الاستاد كله. اول ما بتنزل معه بالاستاد بتقلب. مش 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 ولاد خالتك ولا ولاد خالت اللي عاديين. هو ده الترمومتر بالنسبة لك. فانت النهاردة خلاص المعاي اختلت. فانا لو موجود في السوشيال ميديا مش هعمل حاجة انا زي ما انا. اللي تعود على الجماهير بالنسبة لها السوشيال ميديا دي ولا حاجة. ولا الهواء. دي حيال الله. نعمل تتكلم بينها البكرة. الناس دي اللي بقى بلعا في الشارع الناس اللي بقى بلعا في المدراجات. اه لها دور. وفوقتي بالوقات بتكون صح. لكن كتر استخدامها غلط. زي ما شفنا كده نرجع لما رجعنا اهو عبدالقادر. عبدالقادر عمل فجوة. نزل بدماغه للجماهير. مهما ما بقبطش. هو اخد اميج. النهاردة مجلس الادرة كله. ممكن ما يكونش اللي مرتب. بس اميج. انا ما يعوده مجلس ادارة النادي الفلان فلاني. انا رئيس النادي الفلاني. الا البنقادر الوحيد اللي ما بيستفدش. هو الجمهور. ده بالعكس بيدفع من جيبه. فليهم احترامهم. لازم دي لغاتي انا سطوب. انتقدوك. لا. ينتقدوني منها البكرة. ما انا هارجع تاني وبأحسن الاول. اللي بيعجبني في الكلام ده افشى. افشى مهما انتقدوه لكن في نفس الوقت ان انا بقى ند مع ند مع الجماهير. لا دي مشكلة كبيرة جدا. لكن انا انا. مع ان هو يفيد ند الزمالك. زي ما انت فوقت ما لقات. مش هلت من الاهرات الزمالك. زي ما كابتن حسام وكابت ابراهيم مشوا من الاهل اللي راحوا الزمالك. فادو الزمالك ببطولة كتر جدا. فاين لي يمنع. دي كورة في الاول الاخر. اندمر محمد شريف. شاب برضو انه هيديف لناد الزمالك. اه جدا. جدا. مع سوف الدين الجزيرة مع المجموعة اللي موجودة. لا هيديف ب شكل كبير جدا. محمد شريف من الفرادة كويسة اللي بتحرك بوشه كويس قوي. خلي بالخبراهيم احنا احنا يمكن مفتقدين دي في مصر شوي. انت دايما عندك المحطة كويسة. لكن اللي بتحرك بوشه ما بين الخطوط سواء ما بين الملساك والباك الخطوط الطويلة دي. لا بيتحرك فيها كويس جدا. لعيب عالجون بيشتغل كويس جدا. انا شايف انه ما خدش فرسته في الناد الاهل. احمد ياسر ريان من اللعيبة اللي ما خدتش فرستها في الناد الاهل. وفرود ما شاء الله فرود متكامل. سريع قوي بيلعب جوا السندوق كويس جدا. ففيه حاجات كتير. فيه لعبة كتير جدا في مصر ما خدتش وقتها ولا فرصتها. يعني لو محمد شريف الاهل ما طلبوش انه يرجع تاني عودة. ان صحي يروح الزمالك? لو هو مش هيكمل في الاحتراف. فيه كلام كتير جدا انه هو مش هيكمل. لا يرجع. طبع تشرف لأي حد يلعف الليز الزمالك. انه نظر انت الهلال اعلامية ما قلتش بالعكس بل زادت. يعني هو فيه كلام من خلال يعني. معلوماتك يعني. ا فيه كلام معي. بس هو ما اداش رد يعني ولا رفض. اه. 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 انا بيفكر. اه. ماشي. مكسب لناد الزمالك. يعني انت بمعنى انه لو مرجاش الاهل يروح الزمالك. اه طبعا. ايه لي امنا. ويفيد ند الزمالك وهو كمانا يستفيد. هو النهار ده ممكن يحجز مكانه في منتخب مصر اه وبيروح المنتخب دلوقتي. لكن انت رجع مصر. اه مصر ايه غير اهل وزمالك. لان ده جامهرية كمان يعني. انت مع رحيل زيزو لحل الازمة ملية لا. صعب ان انا النهار ده اتكلم على اهل وزمالك واقول لها فك لعيب عندي عشان يعني عشان استدل المشاهدين يكون الصورة وصل لهم يعني يا فك لعيب عندي. زي مثلا قدت في المصري فكنت رجم الناد المصري فالناد الزمالك جيش تريني 3 مليون ونص فوقتها 3 مليون ونص فوقتها 2007 ده كان انت عارف 30 مليون. يمكن من الغاية 2010 كنت اغلى مدافع في تاريخ الكرة المصرية كلها فالناد المصري كان بيبيع لعيب عنده بعدها اكوتي بيبيع لعيب عنده بملايين عش اتنين تلات لعيبة ومكان اللي مشي. واكوتي من ساعة. واكوتي من ساعة بعدها برضو نفس الفكرة اي نادي بيسلك التريدة وخصوصا انديت القمة اللي بتنفس على البطولات صدقني الموضوع هيبقى رايح في اتجاه سعب خالص. انا النهار ده لما بيع زيزه بملايين الملايين وافك ازمة كده واجيب لعيبة. من الكوالة اللي في مصر اللي ممكن يحاوض زيزه. ولا حاج. انا النهار ده لو بدرع البطولات احتفظ بالقوام الاساسي وده تبقى رسالة لكل لعيبة وبحتفظ بالقوام الاساسي اللي عندي. النجوم اللي عندي. وبضيف عليهم. مش بفضل فرقة عشان اجيب. انت لغاية الوقتي شامل اتحكش على بعض. انت مش عارف تعود طرق حامل. مش عارف تعود طرق حامل. مش عارف تعود سيد فرجاني. ولا بنشاري. ولا امام عشور. مصطفى محمد. مصطفى محمد. مصطفى فتح. هنفضل نقول منها البكرة. تبص على لعيبة النادي الاهلي. وانت عمرك ممكن تقولك كلمة دي النادي الاهلي هيبيعها. نجم عنده عشان ازمة مستحقات مثلا او فك قيد. استحالة. ليه? لان ده نادي بطولات. نادي البطولات بيقالي مقومات كترة جدا. من ضمن المقومات دي. ان انا بحفظ على النجوم اللي عندي. وفي نفس الوقت بزود عليهم. مش بجد نجم الفريق. واروح بايعه. عشان يجي لي فلوس. فافك ازمة قيد. او حتى اجيب العيد. انا مش مع القرار ده طبعا. نروح للاهلي بقى. ماشي. خليت. خليت في زمان كم موسم. لعبت موسمين او موسم موسم. خدنا كاس مصر فقط. خصلت كم ب ببار. النادل اهلي معقد افريقيا كلها في الوقت ده. انا بالنسبة لي ده من اجمد الاجيال اللي جت في تاريخ النادل اهلي. كنت انت موجود والجمعة والحضري وابو تريك. لو كلمنا انخلص بقى. انت راح في الوقت. انت عارفت جيل تعمل ازاي. جيل رهيب. كان مستول على كل حاجة. فما يمكن كاس مصر بس. وكان برضو فيت اضارب في مجلس الادارة كتير. اي اسباب رحيلة في زمانك؟ رقم واحد ما كنتش مرتاح. ما كنتش باعه كتير. يعني انا دايما حتى انا ببضي في الزمالك. ما ببصش في العائدة بتاعي. انا ببضي انا ببضي في النادل مصر بجدد. ما بقولش حطيني اقترب من فلان. والكلام ده لا. بس انا ما كنتش بلعب كتير. مع ان كابتن سامش شيني فوقتها كان لسه يمسك. وكان معادك استيل على ما اعطقت. قال لي انت هتاخد فرصتك معنا وكلام ده. بس كان جاي لبتروجيت. فلا انا ما احبش القاعدة. انا حطيني في الملعب بس. انت انت اللي طلبت ترحل ولا? اه. لا انا طلبت ترحل. استع استعجلتش. ما استعجلتك كويسة مع بتروجيت. اخدنا سانتين وربعا. يمكن احسن جيل في تاريخ بتروجيت. اذا ما نتكلم عن الاهل او الزمالك. لا بتروجيت في السانتين دول اللي عندنا كنفضرالية كنا تانية او تلت الدورة على طول. فعملت حاجة كويسة. احكي عنها دلوقتي. فمش مش دعلان. لا انا دمان خالص. بالعكس. نروح للاهلي. يلا. ماشي. شايف ان مستر كولر عايز يمشي من الاهلي. لا ما اعتقدش انه عايز يمشي. لكن. فترة اخيرة عند وبعض المشاكل مع العيبة مع برستاو. عشان بدأ سياسة التدوير. ففي العيبة مش متقبلة انه تقعد مع العلم كبان ان هو بدأ يصطدم بطموحات جماهير الناد الاهلي. دايما بتكلم مع احد صاحب الاهلي حبيب قوي يعني. يعني الحاج بدر حفظ ده من الناس زعي اخوات كبير. بس الاهلي قوي. قوي. فاقول له الاهلي ما اكسبش النهار ده. تلاقي الرجل ازاي ما يكسبش. اقول لي عم الحقيقة ما اكسب بخسارة. يقول لي لا. الاهلي ما عندهش مكسب بخسارة. هو مكسب بس. فكولر بدأ يصطدم بمكسب بس. اللي هو انا عايز اكسب. يعني اخر مرة ام شوفنا اخر مطش ده ما حدم الجماهير وقف له غير لا اعمل لا. فالجماعة لا الحقيقة مكسب بخسارة. يعني هو الراجل بدأ يصطدم بده الوقت. فدي برضو ممكن تاخد منه شوية. لازم يفصل نفسه عن الجماهير. يعني انا شفت برضو ان هو بيتكلم مع الراجل والراجل بيتكلم مع المدرگات فانت برضو هتنزل للجماهير. لا دي حاجة جديدة عليك. اه عشان انت بدأ تبقى فيه تعادل فت لطراحه. ما في ما فيش مكسب اخر مطش. انت رايز تكون محضر نفسك قولة سنرهات. لان جمهور النادي الاهلي ده حلا خص. جمهور النادي الاهلي عايز كل مطش حتى لو مطش ودي. اناكسب. فدي المشكلة. شاف انه خسارة النادي الاهلي في بداية الموسم من الصور الافريكي اثر في المشوار بتاعه. وخرجون الدور الافريكي برضو. اثر. اه طبعا. طبعا ما بقولك النادي الاهلي دايما لما بتخسر مطش او بتخسر بطولة. خلاص الحرب العامية التالتة قامت بقى. ازاي النادي الاه اخلي بالك انا عن مستوى الشخصي. بعشق منظومة. اسمها النادي الاهلي. منظومة. باي حدها هتدير. هي العجلة دايرة. كل واحد عارف مسؤولياته. دايما بيلموا بعضهم بطريقة رهيبة. لنفس كل الاندية تبقى كده. لكن في نفس الوقت. لا. ما مش كل حاجة مكسب. ده طبيعي جدا. يعني مثلا تلاقي الباير ميونيخ بعد ما خد بطولة مش عارفة امم اوروبا بعدها بسنتين الدنيا مش كويسة. ممكن السيت اللي مهيمن على الكرة في العالم. ممكن بعدها بسنتين تلاتة الامور بش حس حاجة وشايفين السنة دي في الدوري. في الواغدة ابطال اوروبا واغدة الدوري. والغاية الوقت هي مش اول دوري. ده ارسن اللي هو اول دوري. لكن لما بص على الميزانية. لا. ارسن اقل الميزانية تستيم كتير جدا. صح ولا غلط. صح. لكن. جميع النادي الاهلي ما عندناش. ما عنديش دين انا نبقى تالت ولا تاني. حتى لو ما اقاط. انا عايز اكسب بس. فدي مش كبير. سالة خفيفة كده قبل ما قبل ما ننهي حلقتنا. وفي اخف من كده. اه. ده لسه الله في حاجات رأى. طب يلا. اه. من يبشي من زمالك? سرعة كده. كم لعب يبشي بالزمالك? على حسب انت هتفك الكده. قول لأ اسمعهم. لا ما. مين? مين لازم? مين ما يفهمتك عبدالله? عبدالله جمعة. ما انا النهاردة انا النهاردة ممكن اقولك اه روقة والسيسي. بس انا النهاردة ما جرتش عوض. ادي كده. ادي كده. ادي كده. مش مش اقدر عوضهم. انا مع صبحي زناري فاتتوح لازم يبشي بالزمالك. ايبقى كده كم? ستة. قولهم بقى خلص. ما خلص ستة انت عايز ستة ماشي فرقة كلها. ده فرقة ما فلالها القيدة تعملوها في الناس. ايه. يعني انا اقولك نواحية تقدمية. وفي نفس الوقت في لعيبة. لو هتقدر تعوضهم بخامة احسن. ما فيش مشاكل. لو مش هتقدر خلاص ده امر واقع. مين في الليل اللي اللي اصلح ان يبقى موجود? لا كلهم يصلحوا. مين اللي يمشي? لازم حصل يفضلوا كده موجودين. مين اللي يمشي? على حسب انت هتجيب مين? لكن الرقم واحد طبعا مودست. بس. ده خل رقم تعد كده. انت رهينت عليه? يا بالله. لا يا رجل. رهين خسراء. لا مع طبيعي انت يعني طبيعي انت جاي من نادي كبير. واسم كبير ده انت. ده عايزول الحاجة ده هو لو واقف. يعني مفودي بها هداف الدوري. ده هو واقف بس. ده لغز. لغز كبير ان انا جيب واحد السنة فاتف الدور الألماني. مهما كان سنه بقى مهما كان وزنه ومهما كان الكلام ده كله. ده هو واقف. واقف ياخد هداف. لا ده رقم واحد لازم يمشي. بس. لكن لعبت لقالي كلها لعبة كويسة بسراحية. طيب. اخر سؤال. ليه مش موجود في نادل مصري؟ انا؟ انا دايما بحب دور المشجع. انا كنت موجود في مدير الكورة والنادل مصري لو طردني في اي منصب انا تحت امر النادل مصري طبعا طبعا قلبا وقالبا. لكن انا دايما مش موجود في النادل مصري انا راجل مشجع يعني حب اتفرق كده. ودايما انا حابب الاعلام اكتر يعني فهم قصدي. لازم اكون متفرر للحاجة. انا بحب اعمل حاجة. احب ات تدريب يا. انا ما بحبش بقى. انا انا حابب الاعلام جدا. جدا. كبهال عشان انت مسلا في تجربة بلا كده مسلا. ما مشيتش معك او الظروف مساعدتكش خلاص بتصرف نظر? لا خالص انا قلتلك لو النادل مصري تحت اي منصب. احت اي منصب على تحت امر النادل مصري. لكن برضو عشان اقول لك على اساس مستر كاملة ابو علي. عشان برضو تقول رسالة لجمهور النادل مصري. مستر كاملة ما بحبش حاجة اسمها مدير كورة. لان مدير كورة اصلا مش مش موجودة حاجة مش موجودة في اوروبا. هي دايما موجود مدير رياضي او مدير اه. تحت مسمى والاسم المتغير بس ده اساسي موجود في الجهاز. احنا عندنا هنا بنصنف يعني ممكن تنادي فيه مدير كورة وفيه مدير رياضي. ايه المشكلة? لكن احنا هو مستر كاملة لعقليته. دايما كان فوقت من الاوقات كان موجود مع الحاجة سامر حالبيا الكابتر عمزار الساقة ومالناس كويسة جدا. لازم النادل مصري يشوف مدير كورة مدير رياضي كويس جدا يا اما لجنة كورة. ده اللي ا انا تم النادل مصري. انا موجود مش موجود انا رجل بعشاء النادل مصري. ايه رأيك في القرار الرحيل لمروان حمدي? لازم. للاسف انا باللعبة اللي بحبها. اه كبير. اه كبير جدا عندنا. يعني ان انت تعمل كده مع الجمهور جمهور النادل مصري بالذات استحالة. استحالة. والله العظيم ابراهيم. انا مش تلا اقول كلام انش او انا اقولك انا كائن فضائي ولا ملائكي ومركب جراحات. انا بقولك الحقيقة. اكسم بالله احنا كنا نخسر في برسعيد. انا وم اخسر يوم الجمعة. استنى يوم الجمعة اللي بعدها. عشان اعرف انزل الشارع. ده حقيقة. فبس قلت بس تخبه. فانت متخيل تعمل حاجة زي كده. وكمان انت اصلا ما بتتمرنش ببرسعيد ولا في جمهور كتير بتجيلك. طب ايه الضغوط اللي عليك اصلا. محترم مرعون من اللعبة كويسة جدا. لكن توفيق خانه وانا شافها غلطة لا تختفر. بصراحة ان انت بتعمل كده مع جمهور النادل مصري. خلاص انت اشوف طريقك وانا اشوف طريق. انا مش خسر حاجة ولا انت خسر حاجة. لكن الغاية هنا الموضوع تقفل. ده بالنسبة لنا. بشكرك. انا بشكرك يا كابتال كريم وان شاء الله نشوفك تاني. يا رب انشارك. وانت بشخصات الجميلة. وحيب جد كنت يعني يعني ممكن لعب حقيقة كنت من اللعبة الكويسة قوي. بس ممكن تكون فيه اوقات كتيرة جدا يعني الظروف ما ساعدتكش. اه ممكن تكون في دي لكن انا النهاردة مبسوط معك جدا. ودايما بحب اشوفك ناجح جدا لان انت من اللعبة. مش عايز اقول اصرت او القرى اللي اصرت معاك. في جماعة الاحوال انت مفروض تكون في مكانة تانية فان شاء الله اشوفها لك وانت اعلامي ان شاء الله. حبيبي والله وشرفتني وانت من الناس اللي بحبه وانت جيل بتاعي اذا ما بتاكده. حبيبي بشرفت اياه يا اهي مو الله. حبيبي نورتني وبشكرك وان شاء الله نشوفك تاني. ان شاء الله بإذن الله. وهنا انتهت حلقتنا من برنامج بلاس تسعين تزولونا غدا ان شاء الله. الساعة 11. تحياتي ليكم. ابراهيم سعيد. اشتركوا في القناة